موسيقى بكات فرح حساب الردس و هي كتفكرة لأب ديالها كتقول نفسها مبقاشين ديش حاجة نحافظة لها حساب الله رخيصة بصاف أي واحد كي يجو كي يبيع الشري فيها كرهبتها داعز من زوجات و حساب الشرف ديالها اللي واحدة انه غاي حافظة لي مغدش يقرب لها يعني حياتها كل سهلات من بعد ما أعاكي هني من شنو دار خرج من الغرفة و عارش فين عادي يمشي دار قبل اللوتو دياله غاية عادي وهو كي ينتم فراسه على ذاك الشري داره كي باش تبع الشهاوات دياله ترى هاد درجة كي باش تبع الغضو دياله حسل هاد درجة كي يحس بسوء انه حقير جدا كي خبط بيدو على الفونو هو كي كي ينتم فراسه انه انكسها ذاك الواحد اللي واحدها وانه طلب منها انه ما تخافش منه و عموره ما غادي قادي عادي حسب راسه انسان بكيس ووالو لانه في اللحظة ما قدرج انه يسيطر على الغضب دياله و خلاك يعميه فارح واقفة قدامي براياكا تشوف نعكاسها عليها وشنو كشي كي يحساب لك هدي خليك بعد ما ما اخده حقه منك وما لعلش دوك الفلوس خلصوا هشي كي يحساب لك راسكا انه غادي خليك كما بغيتي ضروري غادي بغن مقابل ديال فلوسه ولوليه لو حدي دووزه معك ولكن هلاشة كارين هشترسي هكا كي سكن عساب لك نزال حاملية والله ما كسر رادي ناخد ديال فلوس اللي غادي سعطيني اسبغي غا نخدم نخدم باش نقدر اني نعتابد على نفسي وكسر رادي نمشي في حلاسي ونباعد حد منك ونخليك سعيش حياسك كما بغي ولكن هشترسي في هكا هلاش عمري ما كسر نقول شي حد بالله كسمراتك حت عارف انها مجرد صفقة كالادال يلفجر كين منا اللي هو ناس وهرق في نوم كين منا اللي كيفكر شي دان باللي داره كين منا اللي كيدر شي خاطئة فحق الله سبحانه وتعالى بلا ما يحسب الدان من ذاك الشي اللي كيدره كل واحد في نملاهي في الدنيا الزائفة ذاك عريم كيشوف هكا قدامه كان قدامه حد المسجد تخلبه شي سيلي هو كيدعول الله عنه يغفر لي ذاك الشي يدرم هديك اللي يسيمه اللي فعلا راها مراته ولكن هو راها طاعد انه ما غاديش يلمسه والأسف خلف الوعديانه معه خدا منها ذاك الشي اللي بغاها بالغصب تحسى تأثير الغدب والاتهام كان كيحس انه فارح بحل النور كله كيقلبه على الفلوس على الشهراء وذاك اللي بغا دياله ولي خلا ما يفرقش بيناته واخده واحد بالدن بجيال الاخر اما فارح كعادتها بعد ما كملت صلاتها بقت كتشكر الله كتدعو ان يفك هذا الكرب دياله ويحاونها ويساعدها على التحمل داكشين مازال جاي في حياةه جديد وناسات بدون ما تحسى على ديك السجادة ديال الصلاة فقط فارح الصباح كتلقى ناسة مازال نحسى على الارض ومازال مضموعة على وجهة ولكن مع الدمان تير من غير انها تحمل هذك الالم اللي كتحس به اللي كان اسبابه كريم حسنا تكمل متيحان هالديار ديك ساوش بحالها مش هتعند امينة باش تطمن الى اولا وبعد رجعت الغرفة ديارها خذت الكتب دياله وبدت كتراجع كتبخيب فاغي غدا اول يوم ديال المتيحانه خاصة نهيه ولا وجوز من ذاكشي العلاقة مازمشي الخدمة مازال تحفظيها شهادة ولكن مهما كان كتحاول انها تسماسك لان ما عندش حاجة اخرى من غير المستقبل دياله اللي ولا بد انها تحافظيها كل شيء من بيديها مش هتعند العمل دياله كالعادة ولكن كتبخيب لانت صاحب الزس بش هكا قدرس انهات الكراسة وكانت فرحان لان صاحب المطعم ليهو شهادي ما كانش اليوم وعلى الاقل سوف يتساك من ذاكت برس ايضا ولكن ما انت سماس خارج حتى كتلقى قدام بمكيت سننها بسهامة مستفئسة قلت نسنك وعرضك اللي شا انت صالحو حسن ما نديرك فراسي فارح ويكا سبعاد عليه سمح لي اخسني بشي انت من دراع ماهو ماكيكت ستزير اسكالية هكا قلت لك كنت سننك عرضك اللي شا بينا ليه انني نسلس ممساوية بزافني عبر زحدة بحالك فارحة دموها كانوا على سمببتا وكيت نازله بعد المرات كان حسو بان القدرة دي انها تتحمل بقاش كافي انا كيف بتو دموعنا بلا منحسو بهم كان هاتش اللي فاكا كان كافي عادة اتساوه لي خرج ليها عفا كتلق ليها من انت حرم عليك شنو دلت لك انا ياهو انا مشي بحل اي ابنت اللي كتت تخرج معا طلق مني اللي هي تكسر خليني مشي بحالي ولاحيت حسيتي ان الرجولة ديالك تهامت قدامي مني ترفسك ولكن الاسفيره اصلا متهانة كان كيشوفها بصمت لأول مرة كيحسب التعف قدم دموها ديالجمع وكيكره نساء بشي دالي ان الام دياله كانت خان تلعب دياله ولكن مني تذكر ذاك المشات ديالخيانة اللي ولا مطبوع في الذاكرة دياله فهاق من ذاك التعف بكيشوفها عود بسيسامة مستفزة وكي يمديده هكا كيحرك على وجه مشي مشكل خلك اليوم ولكن غده اللي بعده غده يتطحي غده يتطحي بعدت وجه اهلي يلا باي باي القطيطة خلاهم شاركة في اللطن دياله قدامي الاندار دياله يا ربي عون يا ربي ما عنديش من غيرك فهذا اللحظة بدت تفكرات كريم بذوذ مهازني كينس له ولكن مسحاسة ومشاس في حلاسة كان كريم قلس في المكساب دياله ولكن بشروط سام قال كل ما قد اجي في باله صافي كيكره راسه شاف الساعة القاوصلة للعشره ونص رجع داره اللور ما زل كيفكر فيه كيحسب راسه كيتخنق من ذاك شلي داره اختار شروطه صوت يالتاليفون كايسوني ويا عمار شكين؟ عمار بضيق مشروع ديالنا في شي مشاكل خس كدروري تكون موجود كريم بغضب وف مشاكل بحالش بده عمار كيحكينو ذاك شلي كتاشفو كريم كان كيحسب الغضب ووديجة مع الصباح بوحده الدراسة صارة استهتارة عمار وانا غدين ورجعهم غدين يخلصوا قاعدك شلي داره انت الصباح غدين يكون عندك ان شاء الله وقتعب على الخط مع عمار وكيحسب حد ضيق شديد وخرج من المكساب دياله كانت غالسة في الغرفة كانت تراجع حتى ادخل كريم ما ادخل هي قفلة مفضوعة شاف ذاك الخوف اللي في عينيه حس ماذا ديال الحقارة دياله حاول انه يطمنا ما تخافيش انا غدي نخرج دابا شاف المكساب هكا احدها عندك مسيحان غده ازاتلي فرح راسه بدون ما تنطق بلا حرف واخر داكو غدي نخلي السائق يوصلك ويرجعك لا لا شكرا ما بغى منك سحاجة اكاريم ستسمعي كلامي ولو مرة واحدة وبركة من دك اينا ديالك فرح امسا غدي تطلقني ومنين تقيتها تلفت شافئها صفقنا على شي قليما تزوجه ولكن احنا غيرنا الاتفاق ولا نسيتي قلت غدي تطلقني بعد شهر ويقلتها ولكن غدي نفكر ودابا احنا على الاتفاق الاول فرح بغضب احنا هلاش صفقنا عليش استد منذا بخلفتي بالوعد ديالك ولا انت كتوفي عب الوعود اللي بغيتي نسائل اللي على الميزاج ديالك وكتخلف الوعود اللي ماشي على الميزاج ثم غادي خارج انا حر وعد انا قلت لك غادي نعودك وغادي نعودك الفلوس اللي انت محتاجها قبل ما تكملنا الرد ديالة خلها وردخ المبديل الغرفة وخرج ده دموعها ينزلوا وجعات هذيك الجمع اللي اللي انتقاوا عارف ان ازواجهم مجرد صفقة مبنيها لا تتفاق وارد ولكن ذاك الكلمة تجرحوها اكثر ما هي مجروحة تعوضني تعوضني اشي كل حاجة كتتعوض والفلوسة كريم في الصباح فقط فارح بكريم صلت صلتها مشات اللي عند امينة كتطمن علي اول حاجة قبل ان تخرج المشي على الديارة امينة اللي بلها ذاك تعفوجه واصررت على الناس فطر ما عاد اسمشي على قسم كانت كتطور كتر كانت كتحس بذاك القلب الحالون ليال اللي كي يغمرها بذاك الحب اللي يفتاق داسه ولكن لابدت ان رجيزي وحد نهار وقد يترحل عندنا ذاك الوجع وخات عوضز عليه ولكن محدد وكي تساد ولا جزء من حياته وما غديش تتوافق ان هذا الصبر على هات الصفقة كتر من هادشي فهذاك الوقت ساعده كان كاري في المكتب دياله ومعه امر ممكن اقشول الموضوع ومشاكل ديالخدمه حتى كانت دخل عنده واحد الانيسة لابسه يبقى سهرة فقه الركبة وشميزها كمضيقة كثمين مصدل صدر دياله الجسم دياله مفصل للغاية عليه خرجوا باقي المهندسين ثم الغده يم تقدمها نحو كاريم هزا واحد الملف استاد كاريم ندوة تصميم ديال المشروع ديال الفتيتاح شنو رأيك فيه دك يشوفه كاريم كان ضنبن الاستاد عمر ومسؤول على هذا المشروع ماشي انا شيرين ميوع انا قلت ماذا ما سيارتك موجود هنا اذا اعرضوا عليك نتايا دك يشوف كاريم فيها بتأفوف وخي الله تفضلي وريني دك تشوفي شيرين وكاتبتاسم بسي سامات ناصر وهي كتهضر مع نفسها ياربي انتغيجي النهار اللي غدي نكون فيه معاكس الساد كاريم كملات فارح لمشيحان ديالها وبعدها تلقى اسمع مي اللي بقيت كتتعاسف فعل انها كتتساط الباكت قتل الفونديا الهطافي وعودت المي كل شي مي اللي عاتباتها قتل دارو وليكنت خصت تقول ليه بلا رخنطة ما في مطال وماش ميفهماش بطريقة اللي غالطة وهي هي كانت تسباف ان ذاك سوء سفهم اليوصل والمشكيلي وقع بيناتهم فارح ما كان عندي ما ندير ما كان عندي ما ندير شنو غدي ندير وك يا صبرني الخيصة بغي يعوضني بالفلوس قد تشوف فامي شوفي انا قلتلك في اللون سحسك ولكن ما سمعت جليا تصرفت من رأسك تسكنس بك يا فارح شنو بخيسي ندير شفين غدي نمشي رك عارفة الظروف ديالي شمشي عند مراز بابا نطلبها ونترجع بتخليني نعيش معه ولاو خدام عنده شنو غدي ندير كتر قد تشوف ما يحضنا سويا كدتسف على حال صاحب صاحب شوفي حبيبه صاحب صاحب ان شاء الله ربي غدي ديالكلفة الخير بلو مزقى يتعد بفرسك هكا خلنا نكملو ومتعال ديالنو وشوفو شنو غدي وقعو ديك ساع لقوشي حل لهاد المشكلة هادي مهدات فارح عرشامي كيباش حسسني كاريم عشاني احساس حسسني حسسني اني مجرد بي عشرة باش يستفد منها اني بنت ديال ليه لاني بنت لي ما كدتسو اشقدم عالي لوم بعد لسا لا ترماها وغالي يلو حلع شوية ديال فلوس بشي يعوضها بهم ميكا تشوف فاب اشفاق تقوليش هاكدا فارح انتي مهما كان راك مراتو مهما كان راحقو هادا لا لا مي انا مجرد صفقة فوركينا فارح راه كاريم عارف الضروف ديالكل مفروض يكون فاهم انك تطريت لهات الشي بسبب الضروف ليس حتيتي فيها فارح بحزن لامي وشايفني وحده طامع فلوسو هرفضت في الاول ولكن الفلوس را تهيكت غريب مجرد ما غيرتني الفلوس غنسى اي وجع وجع حسبه ليهوا يا سكسات فما اسمي انه دكشيلي كانت بغتقوله ما قدرش حسن تقبيه كل الشي تخربك عنده فقله فضل اللحظة كان كاريم واقفه كشار تقدم البحر اوه عمر مالك كاريم من البحر ونسى يمشي وادك اوه عمر نسى فارحان ثاني اوه ما عرفتش يا صاحبي وليس كان فكر فيها بالساف بالرغم انه وجود ديالي معاقليل ولكن فيش حاجة كتش يدني لها كتش يدني لها بالساف ما عرفتش من اول مرة جاتني فعل الشركة باش انه نعون نعون املي توفى الاب ديالا اوه عمر ما تقولش لي صح بانك وليس كانت بغيها اش كانت بغيها لا 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 انا عارف مزيان اني عارف اني نرافض الفكرة ديال الحب وزواجه ولكن وخاوقك اني حسب حلها ضلمتها وضلمتها بالاخصم بعدك شريدر سوفيها شافيه عمر بصغران ما فهمتش ماشي مهم انك تفهم وانا غني نسافر غدة ونسكمل خدمة هنا اوه عمر قاسيدي والتي غريب وعجيب ولكن انا واثقة انك تبغيها ولو انك ما بغيش تقوله او لا على الاقل راكوليسي بديسي كتبغيها نهار جديد اليوم فارح عندها السراحة من المسيحان والغدة عندها ستكمل بقي المسيحانة ديالا اول حماس لتصبح ديالا ومزلات مشات عند امينة باش تطمنها لو سفطر معاكل عادة وتعتعدها ديالا كانت امينة فرحة انا بالسف ومرتاح لوجود فرح اللي عمرت على حياته وعودت الغيام ديال كارين فاديك اللحظة وصل لكارين من صفر ثم داخل الفيلا كيلقى رماه فرحانة وكاد اضحاك يا فارح سبع الخير امينة صبح النورة وليدي امتى رجعتي كارينة تعب يلا وصلت قلت نجي نطمن عليك انتي اللولا شنو الاخبار ديالا سحديالك بزيانة امينة بحب وياك تشوف فارح الحمد لله حبيبي سيخلي لي فارح ديما مهزمة بيا شاف كارينة فارح وقال نزلت راسا بغش تشوفي نهائيا فارحة بغتيش حاجة اخرى ماما امينة قديمشي ضروري يخزي مش الراجع امينة بحب الله بنتي سيري الله يعونك والله يخليك لي مش هات فارحة تكي يشوف كارينة في الام ديالو انتق بينها تعلقتي بها بالساف امينة بالسافة واليدي بالساف ومع نفسها يعقبان اللي في بالي ساوي تعلق بها كان كاريم كيحاولي تهرب من ديك النظرة ديال الام ديالو اللي فاهمها بزيان مرشد لعيد ديها كباسة ما عارفش مالك كل نهار كان زيان يعني النهار اللي قبل منه دسكت هك امينة ياك بحالك بحال بابا عزنا لكم سبا ونهارتنا هداس بأسا الله يرحمه كاريم بحذن على الام ديالو الله يرحمه والوالدة كان قاس في المكسب ديالو في الفيلا شايرد حسنا عنده العم سايد كاريم اجي عمي سايد اجي بغيسك العم سايد هو السائق اللي يوصها كاريم على فرح يوصلها ويرجها وينجيب لي الاخبار ديالها دخل عنده المكسب وبدك يعود لي شنو شاف منهر ووصلها للجامعة حسنا دخلت الوحد المطعم الوطايم الكبرى و بعد خارج الزايد خلا كاريم كيف يفكر يا سارا شنو كانت كانت ديال فرح تمكينها وعليش قلت سايد المدة كبيرة لداخل كانت تقررات فرح انها ستكمل غيرها تشعرها في الخدمة في المطعم وبهن تخرج لان ذو النظرات ديال شادي وذو الكلمات ديالو ولو كي برسطوها هدا ما كانش مساعدة انها تلقى كانت خدام هكا كانت تسربي في اللي يتمكينها كانت واحدة مجموعة ديال شبه كانت تسربي في طاولة برسطوها كل مرة كي يقول لها حاجة هذا اللحظة شديدة هكا دارت عنده دارت في ايه بحيد مني حيني دكشت البسالة هذي يالله هدا كيتبسل بحيد مني مجد يقول لها المطعم وبدأ كي يقوموا تالي شوفي من النهار جيسي ومتي ورقة المشاكل يلا خرجي يلا كي هدر معه تكن كريم واقف كي يشوفي مجد يشوفي بخوف ورتيبك سي كريم تفضل مرحبه مرحبه كريم دون ما يتلفت لي شد ايد فارح وخرج بها جارة من المطعم حتى مخرجها عيني كنتقب الشر تخلي ركبي وحسابي معك من بعد فارح تلق مني بعده مني كل واحد كي يجرر في اياك سيجعلني نكمل خدمتي كريم لمرة السيزاء سيجعلني وانو كيف تكمل خدمتك او طفلية مع دراري ركبي حسن لا يكون لي يتصرف ثاني معك ركبات فارحة بعد ما ادفعه وفي هذه اللحظة بالطبط كان شادي وصل المطعم وشف هذه اللحظة كاملة شادي بالسخرية كي كان ضل لك بحاله ولكن الاسف كلكم بحال بحال ودخل المطعم ورقع اللي عود لي كل شي بالتفصيل وف كريم الشاد لي وخالي اللي فرح الفلوس كتغريب فعلا فلوس بالسفره كتغريب ولكن وخاها كاك سنأخذ منه سنأخذ منك كان شاد في ايدها بشدة كي سحبها بعنف وراح ساوصلوا للفيلا بعد دخلوا الغالفة ديرمت فعحة تلحس على السرير كانوا عينيه كينطقوا في الشر كامرة من شفتوا في هذا الشكل هذا تفصح بشكل جيد وملي انتي بغى الفلوس طيب اقولي هاني وانا أعطاك الفلوس لا تمعيش منك حاجة فلول لهم كامرة كامر luck ما يجبตى اطلقني وطلقني وخلني مش بحالتي كانوا انصافي تفقات سوالات واخدتي حقك اغيقى معاه كريم غضب، ما غدى انا اتلقى كفرح اللي نقرر انا تلقى انا اتلقى حدغى انا اتخلالك انا انتخلال انا اتخلي الى انا انا اتخلي من ايش انترج من الادراج خرج من فلوس كتيرة وغيرها على وجهه هام الفلوس كل صبح انتخليليك الفلوس ها؟ لماذا اتخليه؟ لاذا ننشيو القحيون في حلدك شدك ونبدك الطريقة وانتك تظني ان فلوس هذا من حسابك الي متعفقين عليه وعادر الكونت يلك عمر فرحك تشوف فيه بحدة ويا كاسبكي ما بغاش فلوسك كريم ما بغاش فلوسك فلوسك هادو كي يحسوني اني انسان الخيصة كل نهار ونا فيهم هاك كان حس برسي والو وشعار شنا هي والو انا كنكرر نفسي بسبابك نتايع قلت اساس على الارت كاسبكي انا هالضروف اللي اضطراتني باش نقبل هات زواج هادا بزز مني بزز مني كل قيس حل الاخر ما كتش عمرين بيع راسي قبل الفلوس حمرين كانش عندي حل الاخر من غير هذا كانش عندي وقيل لك سنكون في الزنقة في الشارع وافقت على هات الصفقة هادي واضطريت نوافق هذة ثلاثة وضع نازلين هو على فكرة انا موافقت شعارة قبل الفلوس انا وافقت باش لقى ملاسة انت حما فيها ما شعارة قبل باش ناخد فلوس ما غاديش ناخدهم وما بغاهمش ولكي للأسف يريتني كتبقيت في الزنقة كانت ارحم اليوم اني نعيش معك انتها يوم التجريح ديالك لي انك تساهمني في شرافي كان كريم كي يسمع كلامها وفي حال الدول وشفعل اجرى حصلها الدرجة كي يشوف دموع هكا كيتساقطه بحل الخنجر اللي كيتغرس في قلبه عندك يقرر من اجلس قدامه بس بكي نشى فرح تسمحيني تطلقني عافق إلا اسمحتي تطلقني خليني يمشي بحالي حضنها بلا ما يحس ما غاديش نخلك فرح ما غاديش نقل طلقك وغا نعوضك على اي حاجة دوسالك لا تكسبك ويها كتفافة ما غاديش نعوضني بفلوسك ولكن انا لا تطلقك ما غاديش نقل طلقك وغاديش ما غاديش نقل طلقك ما غاديش نقل طلقك وغاديش نخليك واخا وصدقيني ما غاديش نبرصك مره اخرى ولكن ستبقي عيشة معنا هناك واخا فرح بالدموع تطلقنا كيف ش تطلقنا تطلقنا الاتفاق ديالنا قفكي حاول انا نفس على الغضب شهر السيجارة وعرف انني خلفي التصفق ولكن متزز مني ستصرفت ديالك وغيب ديالك على الدار لدى الفترة اختيت اني أشك فيك بدك يتحكم ولكدك فعل المراتي ومالش كنتي اختي ما كان قصدش هكاك بدك يقرب لي واخا لليلا ترجع التصفق من لوله جديد كان وعدك اني غادير دكش اللي بغيسي انسيها تصدقيني ولكن انت خلفت وعدك معي كيفاش غادي نعود نصدقك جربيني بار اخرم كان وعدك انا اني مغديش نخلف لوعدة المرة يلا لالا شنو قلتي فارح بعفوية هنحاول نسيقك ولكن مش شرط شنو هذا الشرط كل واحد ينعس بيت بوحده بدك يضحك واخا نفكر بعد انه صعيب عليها حيث احنا ما عايشيش بوحدنا ولكن هذا هو الشرط يالي واخا لالا غادي ندير لي نوحد جانح يكون ونفاصل يكون فيه جوج ديال الغرف صافي؟ بتاسمت شكرا وصدقني ما غاديش نبرستك لحد ما تكمل هاد العمادة ومشي في حالاتي بتاسم واحد بتي سامة جميلة جدا اللي الأول مرة كتشوفها عادي خضي راحتك ضايقين ينلو وبرستيني كيف ما بغيتي كينشي حاجة اخرى؟ غاية وبش شوية لاني شوية عصابي بتاسمت لي حتى هي واخا شكرا بغن تلبن لك طالب اخر واخا للا شنو بغيتي بغن نخدم تغيرت المعارم ديال وجوه لا 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 إلا هذه تخدمي إلا انتي ماشي بطلع عليك تخدمي انتي مراسي وانا ملزم باي حاجة كتخصك وعادي وش بغن الناس يقولوا واني يا بيلا مراسي قدرش نسكفل بالمصارف دياله وخارجها تخدم وهي ما زالت طالبة هادشي غادل المفروض انك خسك تفرغي لدراسة ديالك فهنا حبدتك الترجع عافك خسني ضروري نخدم باش معي من بعد العام نقدر نحتمد على راسي نكون نفهمت الخدمة كتر وعافك ما تخافش سوحد غير يعرف بيلا بسوجة بك غير قصر يعني اخضر سعيش حياتك سنساية ومنكنش عقبة في طريقك كنتكت انتقبه هذا وكتحس بحد الواجهة في قلبها كريم جاوبة بحدة وعليش ما تسوحد ما يعرف بيلا مراسي اتفاق بناتنا ولكن تقنطم الله قدم الناس مراسي على سنة الله ورسوله فرح بإسرار ولكن انا بغت سوحد يعرف كريم ما قدرش يفهم هذا الإسرار كيف اشترفت ان الناس يعرفوا بأمر ازواجهم؟ ولكن نحن نعرف السبب علاش باش نقدر ان ينوافق ولا كان شاحت في حياتك ما بغتش يعرف بذل الموضوع هذا شافت فيه فرحة اسكتات كريم حسب الطيق واخا يلا ولكن بعد ما تسكمل المتحانة ديالك بغت نعرف السبب الحقيقي فعلا كانت بغتش تقول لي انها خيفة لشي واحد يعيروا بيها لانها بنت الساعي ديالو اللي خدم عنده ولكن فضلت انها تخلي اظن انها كتبغيش يشخص ولكن شي شخص اخر في حياته افضل لها من انه يعرف سبب الحقيقي كان قائلت شارت في المكساب ديالو شنو غادي يدير معاه؟ كل هادشي هلاش؟ علش مبغيش ينهمها الاتفاق؟ وش كاي بغيها؟ ولا مجرد انه كينفض الرغبة دي لعمه بانه يستمر في هاد الزيجة المنتات سانه اسئلة كثيرة كتدور فاقلوه لكي كأنك يترد اي احساس بالحب تجاهها او تجاه اي مرة اخرى مانا كانت اما فارح كانت قالت هيو مايك تتعود لعلى الاتفاق ديالو مايك تحس بالدهشة؟ وافق سيه؟ بادكش لدارو كامل فارح وعدني انه مغديش يبرزتني مرة اخرى وحسن تكمل لعم ان شاء الله وعد نفاصله مايوية كتتتأمل فيها ماكتش عارفة انك كتبغيزي لهذا الدرجة وكتتسامحي لي على اي حاجة دارك دارك بهاد السهولة بتحس ما تفارح ماقدرش نكرهو ماقدرش نسى هاديك الطعم ديالشوكولة اللي كان اعطاري ايشحان هادي بحانان كانت بقى صغيرة الوقت اللي توفات فيه الام ديالها وديك ساعة سبقيرة بابا هما تزوجش بالمرة دياله وفي ذلك الوقت كان مضطر انه يدها مع الخدمة وكي خلقها في الحديقة ديال الشاركة عندما يخرج هواية من العمل واحد نهار كانت مكينة حسا كتجري هاكا تطع سالة وحد الحجرة اللي اتضربت في الرقبة دياله وقلسات كاتبكي في ذلك الوقت كان داخل كاريم الشاركة كان في العمر دياله وزمن تشرح داخل كي يبلي هذيك المنزة صغيرة ورالي طايحة وكاتبكي والدم مغتل فوسان ديالها الزمين يدي بلا ما يفكر ودها الأقرب من الساشفة ودعوا بها ودعوا لها درب عالي لازم ومشي تطمن عليها حساسوا ولها شنو كي تقديري في الحديقة كي شوفها كي تفحصها ومش انتي بنتي واحد من موظفين في الشركة هذات فارحة راسا وهي ساكسا متاسم لها بعد وقف السيارة دياله وقدم واحد من المحلات وشرال لها عصائر وشوكولات في الأشكال فارح كانت فرحانة بساف فرحانة لأنه شرال الشوكولات اللي كانت تحبق على هذه الوقات ومن بعد وصلها عود للشركة كي يلقى الأبديال عبدالله كي يقلب عليه ومخلوه عليها وذيك الوقت عرفت بالله هذك هو كريم ابن صاحب الشركة اللي هدار مع هذك الواجب اللي عمرها ما تنسى لها طعم ديال ديالك الشوكولات قد كتفكر ديما وكتفكر دكتسر ارتياله كانت مي مدهوشة تقول لشي هذك الشخص اللي كتديما كتفكره هذك كريم فارحانة ذوه ولكن تقول لشي هذك الشركة ما قلت لشي هذك دياله انا اصلا ما كتش عقل عليه حتى شكل دياله صغير وعد انا كسبا خصيحة ولكنني بدخلت عندما امينة واحد المرة كانت شهدت الالبوم ديال الصور دياله وشفته امليشفته عقل سعليه مزيان لأن الصورة دياله عمرها متحيدة من الذاكرة ديالي مايويلي فعقل عليه من ديكل وقت ناعدات فارح اه ساحد دمائك يقدر ينسى شيء واحد اللي عمله بالطفولة دياله والحد اليوم عقل على ديكل نظرة دياله بتيسامته هاي 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 وسعداتك السي كريم قاعدش يحب ليك شافت فعب زماعون؟ ولكن شو عقل عليك ولله فرح بحزن طبيعة الحال كيفش غاي عقلاني هناك مجرد طفلة صغيرة بقيت فيه وعاونة فرح ولكن علش انتية بقيت عقل عليك ما عرفتش يمكن كيف مقتلك تحت مكينت شيء واحد عامل بلطف الطفولة دياله تاسمت لها مي وخلالها يلا يلا نوضي نوضي نكملوا الحفظة دياله اغدام سيحان يلا يلا حبيبة وفي نفس ديك الوقت كان شادي مبغاش تحيد لي صورة دياله من راسه كل ما كيت فكرة هي راكبة مع كارين في اللطة دياله كيبغين الفاجر ما عش مكيت راليه ولا الخيالة دياله ما كاتت فارغش لباله كانت قاسة فرح مع امينة كيهضروه كتور هذا الالبوم قاسة بذل الصور اللي نيعي حسن دخلني امكاريم كان كيشوف فيها كمرة مرة مره عيني كيهربوا لها وكيهدر مع ام دياله وكيتطم من اهلا وفي لفصل الوقت فارح كانت تحس بالفخر و هيكت تسأمله كيفاش يعمل لأم دياله كتتحس بالفخر لأنها تزوجات من هذا الرجل هذا بالرغم أنها عارة أن زواجهم جرد فترة وغدي تسالوا ولكن تصرفات كريم ذيك الحنونة بصرف النظر على العصابيس وبعد المرات كتحسسها بالسعادة وبالفخر كريم فرح شتود رشي في مشحانة ديالك الحمد لله بساسم لي بس كتجي بآلة معدلات داكو فرحي ان شاء الله سبحوا لي خرجت فرح و خلاته مع الأم دياله بساسمت آمينة هاد البنت هادي ضريفة كانت دخل الخاطرة والتي تعلقت بها بساف و كان بغاية بساف أنا فرحانة لأنك تزوجتي بها بالرغم أني عارفة حياتكم كيفاش دير مع بعضكم ولكن عندي أمل أنكم تكونوا مزوجين بحل أي يزوجين في يوم الأيام كمل كرام دياله مع آمينة و دخل الغرفة وقف الشرفة كيدخن بشوروت تكت بلي فرح قالت في الحديقة كانت شفص مشاعر ده كيشوف فيها و كيسأملها لكن كيحس بي أن هاد البنت هادي بره مبساطتها لكتصرفت دياله العفوية ولكن عندها جاذبية خاصة كيحس كأنها بحل مغناطس اللي كتجد بلي حولها بكل سهولة من هاد و أقيلها سيكاس بغاية كريم كيف مقال عمر ولكن يمسى كيفاش كيفاش عالي قسيني بكه فرح تكيد تكار بحزن و أهلم ديك الليلة اللي اخدأ منها الشرف دياله أما فرح كانت شاير ده كيفاش عالي قسيني بي حسين ديك الطريقة كيفاش تغيرت في تعمل دياله معاها من ديك الليلة اللي وعدة بأنه سيبدأ معها اتفاقه من جديد بدك يعملها بلطف و حنان و اهتمام لكي تحس بي شخص جديد نهدات ولكن أكيد هذا ماشي حبل أكيد هو سيشفق عليها ماشي أكثر أكيد سيشفني مجرد بنت مفي حالاش و كيحاول أنه يساعدها قاطع شروضة و حد الصوت كريم أشغال سكدري نبوعتك في الطلاب أولو غيكس بغني شبش في يدياله هاوة شافت فيه و قالت بس ردد اه يمسى عند الخدمة نهد كريم لقطة اللي بغيتي ممكن نبدأ بنغدة كريم ولكن السراحي شي أيام هاكا من بعد مسيحانة لي دوسي و من بعد بداي فارح بحب واخا شافت فيه بمسينا لا أعرف كيف أشت شكرك ولكن كان سبنا لك أن الله يوفقك و يساعدك في حياسك سبطنا إذا لم توقف صباح الأخير ونتي من أهله في هذه كل اللحظات كان شادي شايرد كان سحدها ياسمين أخلت أوليها اللي هي من تزوجت أب فارح و كيتفكر فارح اللي خلت الخدمة من ذلك النهار و كنت شافت مرة أخرى من نهار شافت أكاد ركب مع كريف اللوتو دياله و كان يحس بالغضب و إنهو من كل النساء كل هم كيبيروا ليخوانا شافت ياسمين لنهار سحدة حسب المأشير إيش مأزاز منهو من كل النساء و بدأت كتدوز الأيام بسرعة و فعلا بدأت فارح العمل دياله في الشركة بعد ما كان وصالها كريم و لكن تتحد معار بعلاقته مع تتحد معار بلا الزوجة ديالكريم و في ذلك الوقت كانت راندال هي السكرة ديالكريم كتذكره فارح بحل عيسا حساسها و علمها بلا كينا شي حاجة خاصة من فرح و كريم اللي كانت فوق سيلة القهربة كيف ما تقال عليهم تصلت بشيرين و طلبت منها تنقل الورق دياله تجي لفرعة ديال الشركة اللي نيف أسرها وقت شيرين علشها راندال كان شي حاجة راندال بحيدة بغيت تقسمي كلامية لغمية ثمسيني شيرين ولكن أرهم لي تلاقذوا ديال الخطرة في فرحة ديال الشركة اللي لم يحملنيش راندال انتي ليس تصرفتك على تجي و غادي نتفقى انا ويك شنو عن ديره واخا وفرعيتا راندال شنو غادي ندير اجي وغا نقول لك شنو غا تديري راندال كانت تتخطط انها تقرب شيرين من كريم و في نفس الوقت كريم كان بدا كي يحسب الغير على فرح اي واحد كي يشوفها معها ولو من الموظفين ديال الشركة كي يحسب الغيرة جهتا على قصوم كانت غدا هادية الا من بعد هاد الامر هادية ديال الغيرة و في حد اليوم الايام كانت فرحة مع امينة وحسست بها انها تصلت بالدكتور اللي جا ضمن عليهم ولكن كانت خايفة على بساف تصلت كريم وهي كسبك على الحالة ديالها و بعد ما اخرج من عندها الدكتور ضمنهم بالله ليها كعادي يعني يخسر شبية ديال راحة و بعد غادي تكون مسيانة كريم شكر للدكتور اللي يخرج اما فرحة شد اليد ديال امينة و مازالة كسبكي امينة بسعب صافة بنتي صافة حبيبتي لانا بسيانة باركة من البكة كريم وكي قرر من الام دياله و باز لها راسة كي بقيتي شوية ماما دبا الحمد لله والدي انا بسيانة فرحة اللي قلبها شوية شيش خايفة تبساث شافت فرحة قزة مازالة كسبكي يلا ولدتي خرج خرج خليوني رسحة قلش كريم و فرحة من غرفة ديال امينة بلا ما تحس فرحة تلاحظ على كريم سعنيقة وهي كتخيفة بززفة كريم كتخيفة توقع على شي حاجة كان حس بالاستغرام من ديكرة دياله في الاول قوي ديهاك نازلين ولكن ما بعد ارجع بادل هاداك العناق بحلا كان كي يتسند ذاك القرب دياله الحمد لله كل شي هو ذاك الحمد لله لا طبيب طمنا لها كان عمر طلع في ديالله حتى يتطمر على امينة و شافهم بتاثر عمر و ارجع بحلا سمني جاي و دياله ايام كان احمد اللي هو شاف ديال الفرح دائما كي حاول يتقرر منها اما شيرين كي سحاول بشدسة الطرق انها جدا بكريم لها كريم بحكيه دياله و عمر بغي يستفر صاحبه او لا كان فيها صاحبي خلا سعيش حياسة يا كنتم غاديت نفاصله كل واحد غاديعيش كريم بحدة طول ما هي مراسل مفروض تحسر مني امار وش نسيت يا كريم انك انت وفاء الحمزوجين على اتفاق كيفش مراسك يا غي صفقة او لا مستقلشي انك بغي سيعة بديتك اتغير عليها نهد كريم ما عرفش عمر كان حاسب راسي كانت جنن مني كان شوفه مع هاد الزفت هذا في الاول كانت بالنسبة لي عادي اما دبا لا كان حاسب حلا كان نموس و انا كان شوفك اتضحك معه امار بدأ كي تنزع لي اخيرا كريم الشاد لي ولا كي يبغيوها مجيزة هادي اه سيدي كان بغيها و كان موسيحة هاد الفترة هاد الي قربت منك فعلا كيفش هي انسانة بريئة و حنينا بحل وردت صغر بالضبط لي ما كنتك على اتفاة الاسباب كنت فرح على اتفاة الاسباب كنتشوف عيني اشي حاجة اللي عمره ماشتها ذك تسامح ذك الطيبة ذك الحانان كان شارد فيها كيتفكر المعلامي حديه و كيهتت فاق على الشروط دياله كنت نعمر ان هذا حب ولا غيل ليس عود و غيت سالة واو صاحبي انت الوحيد اللي تقدر تجاوب علينا في سكالات السؤالة شافه كريم و مطولة و سكتسكي يحس بالحيرة و تاكل الخوف من هات الشعور لهذا اللي بدك يسيطر عليها و في الشركة كانوا قاتلين في الماكاتب ديالهم كيهتروا كيهتروا انها الامر ديال الشركة ولكن حسن تقى واحد من الموطفين لا لا اكيد كينش حاجة ما بين مهندس كريم و المهندسة شيرين مهندسة كريم مهندسة شيرين صاروخ و عد نائلة كبيرة لربها مخصصار و عد عمارة ره معروف شكون هو يعني رائلة فعلا غير انها انها زوينة بساف بساف صراحة اسمأ و يا كاتشوفي بحيثة جمع راسكا صاحبي هم زوينة هذه و كمان بغيش شئ ضربة ما عندي احمد بدك يضحك ديزو زاني دك نجير ديالكم اسمأ و انت شفت يا احمد شنو كايخو الخدامي بحلا غير موجودة بعد هي اصلا مزوينة بساف ووزينها باسل و انسانها هكا مارش كديرة باسلة اكرم دك يضحك باش يزيدي فخص اسمأ اكت صغيري منها صحبت احمد و كايشوف فرح هو نمالي خليك انت مع خاطئ بسكو برص طبع ديالكم هذا الفرح كا تسمع لكل هذا و هي كات حسب الوجع كات حاول تحبس نوعه اللي على يطيحه و كي مقدرات انها تخلي تخلي هدل الحساس اللي كيرود هاللي تسملك منها حتى مطقات سمحوني فدك اللحظة دخل مصطافة عليهم اه يلا واشغن خليه وخدمتنا اليوم ندوزه على هدرا بشات الحمام كاتبكي 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 كي بغي وحده خلو بعد كي يقولو انه فاكل موصفات المنت اللي يقدر انه يبغيه وانه هاد الناس بالعائله وحده اللي اي واحد يبغي تزوج بها تكل جمال المال حسب والناس بما نقصتها حاجة بشي بحاله هي فيخاف ارح فيخاف ارح كريم كي يعملك هكا حي تكشف قليك تكشي لاش نشيره غافتنا في حياته وغادي تمشي وغادي يخليك مجرد واقص ضائع في حياته بعد كي يبغي وحده اخرى ونشيره وحده عاونه وباعد نفسه لعب الفلوس قاتبكي حساس براحة مسحاد دموعه وخرجات شافه احمد كي يشوف فاككي مالك فرح كاسباني عيانه بحله وكتي كاسبكي لا فرح هي كاسحاول طرق ذاك الحزن دياله لا لا ولا غيه والو ديك اللحظة كان كريم وقت مع واحد من الموظفين اللي بحوا ومع واقفين بزوج مهم كي يهضروا ذاكي يضغط على السنان وهكا بين اني غلط ما يخليزك تخدميها فرح جاء عمارة عند كريم اعطاهو حد دعوة ديالحفلة خاصة اللي دائرها حد شخص متوشكل زيان اللي هو العم ديالشيري ذاك الوقت كانت راندا كتدغية وشيري قلتيني اعطيتيها دعوة متأكد انه غدي يحضر شيري متابعت الحال غدي يحضر سوف نحاول ان ينقصر فيه راندا شوفي حاولي ادري مجهود لا تحتاج الوقت اكثر شيرين شوفي حاولي حاولي هذه اخر مرة سوف نحاول فيها راندا ما عرفش كيف اعطي امل على هذه الحفلة انه سوف يحسن فيها شيرين انا عندي امل انه هي ملي تشوف انه في صورة دياله معاك طيجة ايها سوف يتشوف في المجلة وهذاك الخط العريض و تنبؤ زواج رجل الاعمال كريم الشاد لي وبنت المستشار هشام بسياد روما تستخدم شييرين اجل واجتيك تتقلل الفي من عندك وتفصل وتخييتها بوحدك راندا وصافي انا صافي استعد الحفلة انا نفسك لذلك او كل يتوقع كانت غالسة امينة مع فرح امينة امينة كانت المشيش مع رجل الحفلة كانت المشيش معها تبدلي تنتجه شوية ورهي فارحة بحزن لا معنيش مع الحفلات ويتفكرات انه مقلها والو سواء هو يخرج ولا يحتق من المشي ونبغيش في الاساس في حياته كيفش غتفرض نفسه على شخص اللي عارف انه مبغيهاش كانت الاسود يا الموسيقى يا الصحفيين رجال اعمال كل شيء ووجودين سمكينا كريم واقف مع بعض الرجال يحضروا في امور خدمة والبورصة شاكر صافة كريم انا فرحة لانك حضرتي تسمى له كريم شكرا على الدعوة شكرا وفي هذه اللحظة جات شيرين قربت من عمها شاكر على فكرة كريم انا بديت كان غير يعني بنت خويك تخدم معك وبغيش تخدم عندي انا اللي عمها تسمى له كريم والله سيني له هو الاختيار ديالا واني ساشيرين اللي بغى تخدم معك اكيد ما عنديش مشكل شاكر بابتسامة لا لا على العكس شاركتي وشاركتك واحد كريم بطبيعة الحالة يلا نخليكم نشوف ضيوفي الاخرين خلاوا نشيرين ياك تصنع الحزن وكتقرر من كريم انا كاهية منك كتي بغى تخليني اياك بغى تشك مني وكتصفني عند عمي لشركة دياله كريم انا كتخيك نخيرك ونشيرك حرة ولكن انا بغى نبقى معك نساي ونخدم معك نسا كريم وكي حاوليني هذك الحيوار مع لريحك كان طهر بانها بحلة غطة اه هاتقني هاتقني كريم شدها هكا وكيش نتفيدها مالك بزيانة وهالوغي كان حس بحلة كان جاتني وحد داخل كتغني ينتقح يلا يلا عجي قلسي هنا تمس غداوية متشبسة بدراعو ممكن ساعو النيغي باش ننقلس هكا حسب الضيق من تصرف دياله ولكن بغى شي حرجاء يلا يلا تفضلي قلسي اول كرسي حداك بساس ماتلي شكرا يا مستف كريم مش مشكلة عني ساة شيرين تمس غدا هكا في كل اللحظة سمت جاي راندا بساسما برافو شيرين برافو حبيبة جيالين برافو لابقيني هكا غدين وصلوا داك شلي بغينها شيرين بغي صغر اعرف علش كتتخليني دير هات الشي هذا راندا غدا غدا ساعات فيه وغادي تشكروني وخلاصة وشدتطمن هلاشي حاجة كانوا غالسين شديث ما جلت في اديهم قلت لكم بلا بلا شب شي حاجة شوفوا هيا قدرت دي انا قدرت تسوقها كريم شادلي فرح داخل عليهم شنو كاينة شنو دفذك المجلات اسما مش فتيش الخبر مسيو كريم وشيرين عنه لنا الحب ديالو والزواج غايكون القريب هكي شوفوا هم تصاور شافت فرح في تصاور يكا تحس بقلبها كيتمسع ذاك المزيج ببيل الخوف والرهبة والغيرة والألم كان كريم فاضل لحظة هادي بعد ما دخلت عنده راندا المكسب لاحظك المجلة على المكسب بغتك تصليني دابة بهذه المجلة هادي دابة وتحول لي رئيس المجلة راندا وخمس في كريم قد لحظة دخل علي صاحبه عمر عمر وش انت فايلين غدتزوج بشيرين نهد كريم ضيق وبدك يعود ليشنو وكاعدك تشيري وقاح البارح في الحفلة عمر ولكن راك ما جاوبتينيش وش غدتزوجها كريم بغضب كي وش كتتتسلع لي وشنو من امتى كان بيني وبينا دشيرين هذه شي حاجة ولكنت عارف صاحبي انه يمكن هيك من نحيسة شي حاجة جهتك كريم ضيق من نحيسة هي اه 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 معانا لا عمر ولكن مش فارح عرفت بذل الخبر هذا ما عارفتش صاحبي رأى الشركة تقريبا كلها عرفت اكيد سيغة تكون عرفات فهد اللحظة عن التليفون دي الكريم داك يشوفه عمر شاكل زياد اكيد قال الخبر كريم جابه اهلان اصد شاكل وبعد حديث لسا مر بينهم التقيقة كريم قال يابي اللي بغي يتلقاني دابع على قبل هذا الخبر امر اهو شنو غن ترتبع في هذا الموضوع ما عارفش صاحبي اكيد غن كتدب بعض الخبر هذا مشي حت على قبل الصحة في كل كيهم والبوزاني ان نصدق هذا شي ونخلي الناس كيد انه بلا غنزوج بها مشا كريم باش يتلقع مشيرين وفعلا تلاقى بعد السلام وسؤالها للحال وحواله منطق شاكل بلمس بالرده كريم انا عارف ان هذا الخبر هذا كذوب حيث له كان بالصح كتشي غاد يجي عندي وغاد تفاسحني في الموضوع مباشرة ولا غادي تبشي طلبها من الاب ديها انه هذي كريم برسيا الحمد لله دا بلي انا الصورة شاكل هو هكي يتقاد في القلسة ديالو ولكن الناس كريم الناس ما عارفين ش هاد شي وانتا عارف حنا شكون وعاد الصمع ديالنا يعني هما سيقونا الخبر هذا ما فهمتش شنو كتقصد احنا غادين كدواد الخبر والموضوع عادي تصدنا وانا ناناوية ان شاء الله غادين شوف هذا اللي انشر هذا الخبر هذا وغادين تحاسم اناوية شاكرا ولكنتو شيرين لازم تخطبوا ولو الفترة وبعدها تشي عادت تتعلنوا على الفصل ديالكم عادي وكيبالية بالله هاد الحل هاد يكون مرضي لجميع الاطراف كان بحدة شنهو اللا طبيعة الحلان اصلا مزوج شاكرا بدهشة مزوج كريم اه مزوج اه غي فترة وغاديني على الزواج ديالي شاكرا هو كيبالية واخدكو اه بعد ذات فترة هذه من الفسخ الخطوبة ديالك بشيرين علن على الزواج ديالك وبعدها بشهرين كريم ما نقدرش نديرها انا كان بغي مراسي قريب غاديني على الزواج ديالي وقدم الناس كلهم كريم انت عارف انا قدش كان بغيك وكان عزك وكان عصابر نفسي بحل احمد اللي يرحمه على فكرة كحسا ان باسي مولدي جاي من امريكا قدش يتقدم البنت عمو يتزوجها ولكن انت شايف هذا الموضوع هذا كيفشش لكن شي حلمان غير هذا كريم كريم بعت تفكير واخا ولكن الخطوان ما تكون مدة شهرين غير لقب الكلام ديال الناس وما غديش نطوله كتر بساسم لو شاكل طبيعة الحالة كاريم وكي الموضوع دي لزواجك يري تبقى بينه وبينك فقط حسن تفسخ الخطوطة شف فيك كاريم وكي يحسب الاختناق تفرضت علي هاد الحاجة ومعنده ما يدير خسو يتحمل ولكن وش فارح غتتحمل هاد الشي هاته ويغتشوف رجل هاللي كتصبغي وكي يتقدم يخطب وحد اخرى كانت جاهزة في الغرفة ديالها كتحسب الحزن تتقل ببجيال الغرفة بسمحة مزحد دموحة كاريم ممكن فارح تبعيني المكسب بغيتك تم بس غدان ايضا هكا واخا كان قالس علي الكورسي كيت انها تلحقه عارف اني عاد شي لغي يقوله صعيب يقدر يباعدهم على معدهم كثرة ولكن مضطر افاق من الشرور دياله من يدخلات فارح شنو شنو بغيسيني بدك يقرر منها فارح صدقيني انا ماي كان بغيشيرين والعماري فكرت اني تزوج بها قبل مايكمل كلامه عاد يا قصد كاريم اصلا للحب والمشاعر في حياتكم وجرد صفاقات يعني ماعنديش فارغ انك تبغيها اولي الله وقبل ما تتخليه على العموم بروك وشوف انت امتا بغت يتطلقني مرحبا حيث انا مبغيش نبقى مازال هنا قبل ما تخرج من المكسب انا مغديش نتلقك فرح ضارت عنده عاد يا قصد كاريم كلها مدة وغدي تكمل سانه وديك ساعة نكمل الاتفاق ديانا ولا انت متعود انك ما تقولش قد كلمتك خلات وخرجات من لا ما تشوفي او تسنى شنو غدي يقول لها وخه فرح وخه انا غدي نوريك وتم تحديد موعي من الخطوبة كانت امينة رافضة لحد شي تماما ورفضت اني احتد تخلف هاد شي وغضبات من ولدها بزف ولكن من العود لها شنو كان قالت صافي ماشي مشكل مدام قد قصيره ومبعد غدي عالي نزواجه ونفرح حفل زيفاف قدام الناس كاملين لانه ما غديش يبغي وعمره ما غدي بغي من غيرها ديك ساعز هاد نتشبي من العرفة اسمي الله ولدها ولك يبغي فرح وقات على الموقف دياله في عدم تدخل في ديك الخطوبة اما فرح ما رجعت حتى الكاسب كريم ابدا في ديك الفترة كانت ديما كاسب اوحدها كانت امينة حاسبها وحاسب لأستيجاها ولكن من يطلب انها كريم ان لما تقول لها وقات ساكتها اما شيرين كانت في غاية الفرح والسعادة كانت تحس بحلها من اللي كانت الدنيا كاملة بحلها بطل عندها نجيمة من اسمها ما كانش هذا حب لا كان حب للشهرة الفلوس للنفوط والثارة ولكن تكتقدير وهي تحت بند للحب هاتش اللي كانت تكتصور النفسها كانت قلاسة فرح معامي كاسبكي بحرقة صافي فرح صافي تيقيني وميستانش الحب ديالك دابا خسك تخلي وتبعدي لي مش ترتاحي فرح ميا كانت مسح دموع ما عارف الشامي على جدر هكا كانتش كان حس بالفعلة بدكي كي بغيني بحلها بدكي يتقرب مني ما كتش بغى هاتش يبقى ما يعارفين عارفين ان هاد العالم هادا ديال هاد الناس هادو غريبا العالم ديالنبا كي ناسبناش وخصن بعده عليهم وما كل كي همهم الصفقات والفلوس أما الحب ما عندهوش في القاموس ديالهم كي غايتلقى يخطبها وتزوج علاق بالمصالح ديالهم ولا شي صفقات ديالهم صافي نسان ولكن ما غاديش تقدر نشوفهم معا بعدهم ما غاديش تقدر خصك تحسي يا فرح بالله صافي خصك تبتليه الإحساس ديالك خصك تبسيلي أنك قويه وماشي محتاجة ليه وبالله هاتش كله ما كي همكش عندك تحسي بالضعف ديالك شافت يا فرح في زماعون ما تكتحس بأن هاد الكلام ديال ما يصحيح ولا يود أن تبتلي أنه ما كي يعني لهافت شي حاجة مهما كان ذكش اللي بتاخد دياله من واجعه وثمت الخطبة في بيت شيرين كانت شيرين متقلقة في فصان عاري ما أنشافة كاريم حتى أشعر بالشمئزاز منها سقدس كتقرب لي هكا ما أعجبك لعب ديالي كاريم هو كي يشوفها بالشمئزاز أحسني شمية من الأصل وبدأ اللبس ديالك وخلاه ومشى رجع وقف معشي أشخاص أخرين وهي كتحس براسة ما أعجبهاش الحال كانت كتسنة من نوع دك لإطراء أولا المادي حواقي حسب الختين لم يكن يغوث ويقول لهم كل شي بلا أني لديها علاقة بشيرين أنا كان بغي إنسان أخرى كان هذا الارتباط الصخيف لم يكن يحسب لي غيو الصوصة لهذا الدرجة من الإشهار يدروا الخطبة بهذا الشكل هذا ويعرضوا للصحافة والناس يشوف هذا المشتم هذا اللي يقول لك يكرره عمر وكي يقرب منه انظرك كاريم كاريم وصافي ما كل شوية كتحسسني بالتنبع عمر متحسس به بوحدك كاريم أنا مصدقش أنك وافقتي على هذا الموهد هذا الشي هذا كتيت خليها تضبر رأسه من الكلم الناس سمالك تلمشي تنشر شي الخبر كاريم بحزن ما قدرش يجاوبه فعلا مكينتا مماري لهذا الشي اللي كي يديره العذر دياله غيكون أقبح من دنبو فضل أنه يسكت ما يهضرش كانت فرحة في الغرفة كتحسب نفسها مخنوقة كتتخيل شيرين شهت دفئت كاريم كتشبت مدراعه كيلبس هذا الخاسم ديالخطبة نتقاس بحزن كتشوفي دبهي ستكون أحق منك به يخطي يبسو قدام الناس كلهم أما انت مجرد واحدة زوجة باتفاق وانتوغي تتعلق خرجت من غرفة دياله وانتخل الحديقة على العلل هات نفس بيدياله واللي ريحة قلسة واحدة شجرة وكتبك بصمت سمعت صندية اللوت وانت مبلاسة قررت تدخل قبل لا يشوفها حسنا وليكن كان قرب لها شنو كتدير هذا الوقت دياله قلسة كتبك فعلا كان مازال أثار ديال الدموال عينها قلسة كتبات برق مرة أخرى أستاذ كاريم سمح لي مش هسو خلاته وكي حسب تلك الحزن الشديد لأنها مبينت لي حسنة فعلا من غير دوك الدموال يبانوه في عينها كان مكراش يغوت يقول لا بيلار ما غتيش نخليك وعمري ما غدير صابت مش بيحد أخرى من غيرك ولكن كل يوم على يوم كانت صدمة دياله ولكن جرح دياله كان أكبر كيفش كانت تغطر الجهة واحد هو اختار شخص آخر وخليها كانت تعاني الوجع في صمت سمحني يا فرح أنا عمري ما بغيت ولا غن بغيش حد من غيرك كتك كان بظن أني كتك كان بغي نغره ولكن مليت لغيت كتك عرفت أن كل فيدك كان مجرد شعور بإهجاب ومبهار أما انتي ولدي كل حاجة بالنسبة لي ونقدرش نتخيل حياتي ستكون من غيرك جنهار جديد جت شيرين دخلت للمكسب عنده راندا بشي ساما ريدا هايرون يا حبيبة راندا بشي ساما بغامس يا كاريم طبيعة الحال طبعا كين الداخل ولا هلا كاريم راندا وي كاين دخلي لعنده دبرك خاطئ بسوقت ان شاء الله ستكوني مراته دخلت شيرين لعندك كاريم ومشترة عنده القسم اللي كتخدم فيه فرح يعني سا فرح بسي كاريم بغي الملفات دي الحسابات اللي طلب انك تراجعها هادي يومين وزات له فرح راسه وعطاتها تاسم لها عندها ممكن تديها لي انتي بنفسك حيث انا بغن نهدر مع القسطة مصطفى في احد الموضوع المهم تحركات فرح مززز منها هي ما حاملش انها تشوفه يدي ما كتحاول تجنب تشوفه في الدار هاد هنا في الشركة ولكن شو غا تقول لي دخلت ديك ساعة شيرين عندك كاريم كاريم غي شافة شنو كان يا شيرين يا كان دك الخدمة دابا سير الخدمتك شيرين هيك تقرر منه ممش بي يا حبيبي وش هدي مهاملة تعمل بها خاطبتك احنا يالله تخطبنا هادي يومين كاريم بحيثة شيرين قلت لك ما مساء ليش دابا وهذا هادي رب لاص الخدمة وهذا وقت الخدمة في ذاك اللحظة دقات فرح الباب ودخلات في ذاك اللحظة شيرين كان شاد كاريم غافعة دياله وهي قريبة منه ساعة قسم من ذاك المنظر سمحوا لي اجي اتفاق سماشي مناسب الملف اللي طلبتين مني هوا حتى اتفاق المكتب كان يتصدم وكي يوقف كي يقرب منه فرح تسنيعفك شاف شيرين بغضب ولكن فرح ما تصنتش لي خلاتوا ونازل غادة خرجها هكا كجر وانتم مع دياله كاي طيحوا راندا بخبت مالك فرح الحبيبة شوفي عندك كل مستر كاريم غوث عليك حينت دخلت في فق صغير مناسب ولا درتي شي شي غالط في الحسابات فرح اللوالو مكين والو سمحيني يا كاريم بغضب قلت لك وصيري للمكتب ديالك مش هات شيرين المقدامه وصدات الباب هاكر دخاته راندا مالك صاحبتي تنشيها شيرين كي غوث علي ويتنفخ ويتنضطر ناري هلا انسان كي داير حيث هي دخلت وشافني وانا قلت قدام على المكتب غير عندها شوفي ملا متكع يا راسك اكيد منضغوط مع الخدمة بسكبرش الموضع اكثر عند انتي عارفة عنده مقد الخدمة هي كل شي شافت فيها شيرين من لون متك اتكلم مش هات وخلاسه ارجع كاريم ترفع راحة بجين عنده المكتب وفاعل عند دخلات نعم بطلبسيني هالشي حاجة كاريم وكا يوقف حدا زيقين يا فرح بكينت حاجة بيني وبينشيرين خطبتي معه مجرد وقته غايت سالة لس كانت تحك فرح ويكاد تفكر ذاك القلب دياله باين واضح سمحلي يا خزي ماشين كما اختم بسي شد لايديها وش في ممكن هضر معاكك تجاوبيني كلمة وسمش وتخليني حانسا هذه حياة كنت حور فيها شي ملزم عنك برارية شي حاجة ولا تصرف كثير كاريم بحزن هاتشي لي بالك نشيها هاتشي لي بالي انا اسمح لي عندي الخدمة مش هاتو خلاس واندي حاس بحيرة وانتصرفة دياله عاليش كتحسو بحلا انه ما انه تقييمة في حياة وش فعلا هاتشي ولي كاي وليش حاجة اخرى حتى انه ما انتلقى عمر حتى اعود لي كيفاش انها ما يقدير حتى ردات فعلا كاريم وش نبغي سيها دياله صح بين بعد ما اختبسي شيرين هاتش تغوت تهرس تدير اي حاجة تعايره ولكن هاتش تدير والو هاتش تكدي لا ما فهمت في والو امر راه انت واجعتي بنت مريئة هارك عارف اكيد يرا هي بكين حساسة ما قادر تشعبر وعد ما زالك تكمل عليها كاريم بحزن ما قادرش نستحمل نظار عطلية كل لوم وعيتاب ولكن هاتش تتكلم وتعاسب سبني تدير اي حاجة غا تريحني ولكن كل اليوم كان اكتشف اني بالنسبة لها اوالو امر يعني كيفاش بغي تكون حاجة وانت اصلا تبتل بانها بالنسبة لك تحاجة كنظن انك انا نبسافة بفض النقطة كان كيسمع الكلام وعارف ان صاحبه عنده الحق ولكن كيفاش غادي ستلاحظ الغلطة وش عندما اجدال هي القريبة دي الوالدة الكاريم اللي كانت بغتزوجه ببنتها باي طريقة اعطت البنتها المجلوية جنورك يلعبوا فقراسة شوفي دابا شيد الخبر هادا اجبك الحال دابا من يخطب واحدة اخرى من غيرك وغايتزوج بها كانت كتشوفها بتأف اف شديد اعطت لساك ديالها ثم تغادى خارجة ليه اني في حياته ماجدة بغضب ليه ما تبقى وجهها فقر وجهها الزاس وما كتسمعش غير من نفسك شافت فيها نور ولوما يتاب وخرجات فيها تحسب ذلك الطيق من الطمئة ديال الماء اللي ليه ما تلعبها وذلك الحب الشديد ديالها الفلوس الفلوس اللي حرمها من انها تزوج من الانسان اللي كتبغي وبسبابه خلاها ومشا بشي ربي الرغبات والطلبة ديال الماء اللي كتحسن للطربة كبيرة ديما وقفها في الطريقة تفكرات كاريم حزنويا كتحسب الحسيقار من نفسها من اسمحات الماء انها تسيطر ليها وتنساها على الرغب السافة التمثيل على ولد خالتها وتخلي حبيبها لقبله اسمح لي يا كاريم وداس شهر تقريبا الوضع لا زال ما هو عليه حسي كان كبير ناسوا مقليل بالسافة بحلا صبحوا غرباء شيرين مستمرة فتقر ربن كاريم بالرغم انه كيسمش بها كيصدها بالرغم انه عارفة من الارتباط ديالهم لأقز غدية سالة كيف مخبرها انه كيبغي واحدة اخرى انه عالمها بكل شيء من الاول واصبح واضح بالنسبة لهذا الشيء ماشي كايخدها ولكن هي كانت كيبلا ان ذاك الحسيمة وقربها منه ايه يدعى فردخلها ويقولي ملكة هي بوحدة فقط وكيف ديما باش تكمل خطة ديالها جاي داخل لعند كاريم للمكتب القاسوي يالله خارج وقف هند راندا إلا تصل بير قصد أشرف يلغي المعاد ديالي راندا واخا أستاذ وديك اللحظة بطبط دخلات شيرين فين غد يا حبيبي ايك سوف قني تغدو لي ومع بعضنا كاريم شوفي شيرين ممساليش عندي ضروري واحد للغارض ايهاك ايهاك الليري حك خليم وخليها شوفت يا هراندا وش تحمقها وش كيف شهد الليري حك هذي وش نبغيت نديني تخلق من المعاملة دياله كل مرة كنقرم منه وكيستنيكسر عييس والله هراندا عييس انا مسح من المعاملة دياله وساكتة هراندا شوفي بلا حمق وملا مضعي من يديك الرجال كي بغوا الهتمام والدلع والفشوش وعندتي بغت تخليه الوحد اخرى كيف شهد شي ديالك شيرين بغضب صافحة فك نطقي كل مرة جبريه السيارة دياله انا كتكن شك في نظاراتوليها ولكن كتكن القلعادي ولكن من عصرف لي انه كي بغوا الوحد اخرى بغين نموت ونعرف شكونية هذي هراندا وطبع هل حال عرفشي شكون وده بغت تخليه لها ومزيان هذي جسال بنيتك تخليه لها هذا رح ما قبنت عمتي شيرين بحقت عندك الحق الغرض اللي كان عندك كريم واني يمشي للمنجأ ديال ايتام نديره بالمساهمة دياله ومساهمة ديال الشركة كان كي يهدر مع الوزيرة دياله في المكتب حتى نطقات الحمد لله اللي كان اشخاص بحالك يهتموا ما زال بالاطفال يهتموا ومتخلى عليهم على فكرة اللي بنت اللي جاسمعك ديك النهار في الفتتاح كتجي لكل نهار كتلعبان واندك يبغيوها بالساف عدرا هي قاسم معه في الحديقة كي يرسمو تكي يشوفها كي يصار بفرح وهي هذيك اللي يحفظها يا ربي وخلي لا صحي سيحسنوا الشباب دياله إلا كانوا قاعد الناس بحالكم هكا تساحد دماغي يكون محتاج بلا ما يحس القهرس وكي بساس بسيسامة ديال الريضة نطس المديرة ديال ديال الملشا تفضل معي أستاذ كريم باش نوريك الأقصم ديال الترفيه اللي ترنهل الترري صار مؤخرا نطس معه كي يدورو كي يتجولو في ذلك الملشا سوصلوا لحادي قضية الملشا ماذا معافاف لا بس لبناس ما يفرح اللي كانوا قابسين كي يرسموا مع الأطفال أهلا ولكن الصغر مملي بالي هم كريم معاه ماذا معافاف هي كاسو الزه اللعب اللي جاب كريم على الأطفال او عمو كريم جابلكم هاد لجوي نضو كلهم فرحان انو كي ينقذوا سوجه الكريم كي يحضنوا دا كي يشوفهم كريم بحب هبطل عند مستوى واحد منذ كويدات صغر كان أصغر واحد في الملجأ بنيسة عندها تلسنين كتشبه الفرع بالساف دوك العين دياله الواسع اللي كاسمي الخضر بتاسمك كريم شن اسميك يا حبيبة أنا لاما بسها عاشت الأسام يا لاما تفكر هن بتاسم لها كريم شكل قدلك شعرك تزوينا بتاسمت لاما هي كتشوف فرح خالته فرح شف كريم فرح وبتاسم لاما يلا هبطني بلعب مع الوليدات كان كريم هذا بتاسم لها خلالا أنا غادي نهبطك نخفض المستوى ديالها ولكن قبل انت مشيت لعبيه شاور على خدوده باش تطبع قبل عليهم يلا تبوزي عمو سيري واخا ولكن ابوزي صغيرة كريم بحب مواخة للا موافق باسه اسمه سغادة وورجعت عنده تزويه بالسفة عمو تسمي لها كريم بشدة وكيشوف فيها مشات عند حابا كتلعب معهم كانت فرح كتشوف فيهم قلبك يخفق بالرغم من ذاك الشي اللي دار معه ولكن ما زال كاسويه كاسعشقه كان اسمي لك تشوف نظرا ديالها لي يعارف الحب ديالها الشديد لي سمنات لو انا الظروف كان جمعاتهم طريقة افضل من هاد الشي ولكن للأسف كل شيء مقدر وما يخسره لنا الله دائما يكون الأفضل لنا دا كان يمكن يقرر منهم وكيشوف فرح لا باسمي مايبتي سامة الحمد لله فهذا اللحظة سونا التليفون ديال ماي ماما شنو محمد خويجة غيجي بسفر اه صافينا جاي دابا مايبت فرح نحمد رجع سيرجع دابا راه ماما كاسو جدي الله نخصي دابا كريم تسني نوصلك لا 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 مشي مشكلة مشي الراسي كريم بعد منطقة طويلة مايبت فرح فرحة سبيسكسة لا تدريش سبكت فرح من نظراته لهم تسنيا مايغن مشي نخرج معك مشاوب ججب يوم خرجوهم واثر كريم انه يوصلهم بعد ما وصلها كريم بحب مفروض اني نعرف فين كتبشي فرحة بلا مبالات كان ضل اننا نتفقنا ان لا كل واحد حر في حياته حدة لا مشي حر واش نتناسي انك مرات يوم المفروض خطي نعرف فين كتبشي لا ما نتناسيش اني مراتك ولكن تلي ناسي ان زواجنا كان بالتفاق وكل واحد غايبشي بحاله وياريت كل واحد يخليه في راسه ومليس لهذا الاتفاق راه كل واحد غايبشي بحالته كريم بغضب الاتفاق راه لغيته صافي وشي دابة مراتي كنت من الله مغديش نخليك فرح فرحة بغت تستفز زوكتر صافي شي مشكل على اللي غنخليك شفيها بغضب ولكن فنطل انه ما يدرج دابة لانه مشي الوقت هذا ومشي المناسبة اما فرحة كانت كتحس بالصراع في الداخل دياله اللي كان شيفه قدامه كتحس حل مش ابنيتها صغيه ولا كتبغي تجريه شديده تقوله بالله حساجة ما يخليهاش وبين لدك شي اللي داره ما مكافيش انه يخليها كتكره كتخلي قلبه كي ينزف اللي هو اللي خلاه ومشي اخطب وحد اخرى ناعدات فرح يوامل هكذا احسن حسن لك فرح اللي كوني اليوم الموعد ديال زفاف ديال زملاء ديال فرح في العمل بنزو شاب اللي تزوجو اللي عرضا عليهم كاملين وجنهار ديال حفلة فرح كانت هداسة امينة فو السن فغاية تضروع فيروزي اللون ما كانش بغاية تلبسه في الاول ولكن اصر راسة لها امينة بغاية تشوفها في كامل انا قصر علش لو هي زوجة كريم وخاة ولو انت احد ما عرفها خرجت من غرفة ديالة قد كريم قدامها لابس ديك البيضة ديالة والعنيقة السوداء كيشوفها بنبهار واجده باش نمشي تسمت فرح واجده وفي هاديك الوقت بالتاد صارت تليفون ديالة ديال كاريم كانت شيرين ويغات بشي بوحدك شيرين ماذا فايلة بشي بوحدك؟ ياك يا حبيبي بشي بوحد يبغي سيبقى يشوفه فيه هكذا مفرض انك انت خطيبة قدام الناس ومفرض انك خسك تزول تكون معي قدامه وانبانو احنا فرحانين ومارسة احين كانت فرح متابعة لحديد ديالة ومفصمت بعد ما كمل الكاريم الليل محادثة ديالة قبل ما يتكلم اسمح لي انا اصلا متعافة مع اسراء ومارباغة وزمالة ديالة قد يمشون مجموعين يعني غير سير خلاته بلا ما تسمع لي ولا تسمع الرد ديالة شن ترعي ويوقفه يا ام ما تتبشي معي يا ام ما تتبشي من الاصل فرحة بعينها تصافي ما غاداش يلا غطلق من ايدي باركة من اللعنة ديالك فرح باركة قبل ما تتكلم صار التليفون ديالها كانت تشوف الرقم وكانتشوف كاريم لي واقف قدامه كيتسنها تجاو جوبي ليش واقفة جوبي اسمع اه الو احمد ويه تعطلت يا فرحة ما غاداش فرحة تشوف كاريم لي بدل غادر كيبان عليه لا ما زل ما عرفتش باللات يوم تشوف شوفي اسمع ويكرم وغادي كاولا لمشيتش إلا ما قدرش يجيب وحدك اعطيني العنوان فرح بارسيبك لا لا بلا باتسعب نفسك ان شاء الله غادي نقدر نجيغي شوف الظرف ديالين ونشوفوش غنقدر نجيغي احمد يا ريس ما تتعطليش يلا لا كانت سنو كامين باش نكونوا بجموعين يلا بسلامة نهات المكالمة ديالين وشوفت كاريم الوقف قدامها كيشوفها بحدة بغيسا نعرف من جاب الرقم ديالك شنو اللي مخلي انو كيزامة زامة كاملو كيتصل بك فرحة تحاول تستفز اكثر كينضل ان هاد شي كيخصني واصلا هادرها الزمين ديالي في الخدمة كاريم بحدة فرح قدي لسانك وحاولي تقدي الاسلوب ديالك معي وش عارفة شنو كتقولي اعوض ما يكون لي يتصرف اخر ومعادسي احمد ديالك ان سيارة عندك خطاب تكسر تحكم فيها كيبغايسي اما انا اقول لا زادك خطباته اكثر فرحة ما تخلينيش ندير شي تصرف اخر اللي غادي يخليك تخدي موقف مني شنو عطي التير هم؟ لا ترفضني من الخدمة مثلا ونقلب على خدمة اخرى بدك يقرر منها كاريم كيشوف فيها بغضب حساء نفقا سوها كمع الحياة ويكاد تراجع اللون قبل ما تنطق بحساء كل ما اولا تكلم كلامه كان كاريم مع النقهة ويحاس سبيل الدنيا قدر بهدف عاسوب بسرعاته ومشا تجري لغرفة دياله خلاته وبقى واقف هكا قدام الفراغ شرود حتى جز عنده الخادمة اصي كاريم لاني ساشيرين خطيبسك ينلتح سكتسناك منذك ايفق منذك شرود دياله شكلك يلتح اني ساشيرين خطيبسك واخرين سنزل عندها فراحك انزقاس على سرعنها ديري الده لفم برغم من كل شيء سعي سعادة ومشي وكالك سعادة ورغم كل شيء سعي سعي من حقه سعادة اللي مخطوفة وراء خطار واحد اخر وغيرت تزوج بهم بعد ما يتلقها واسمش بحلاسة على شفارك انزقها وغيرتك انزقني قوية اذا قلبها كاجابة ولكني سيقر بغير وكل القوى ديالك تتحطم قدامه اما قلها كاجابة ولكن لو كان هو كيبغيك ما كاش غادي فكرر ثابت واحد اخرى من غيرك هو ما كيبغيكش كتتحزم الطيق من هات السراع نعد اسم بلاسة وخرج اسم الورفة دياله في ذاك الوقت كانت شيرين واقفة اياه كاريم شيرين قلت لك سيرين راسك لم يبساليش ولكن قلتي بالله غادي تمشي شنو نغير رأي كدامه بدك تتقرر منه بدلع يلا يا كاريم يلا نمشي وخلاص ونتعطلو كاريم بحدة شيرين شنو قلنا بلاش مديك طريقة ديالك ولكن انت خاطيبي شيرين انت عارفة مزيان وانا قلت لك ان الخطوبة ديالنا مجرد وقت وقد يتسالها والمفروض اننا نلزمو حضننا مع بدنا وانت واحد سيني شيرين بغضب تلها الدرجة هدي كتبغيها مكتش عارفة ان بنت بحل هالي تسافة قدرت تخلي كاريم الشالي بغيها بطريقة هاتي وخيف على شعوره شيرين اضرع لها بطريقة مزيانة بلا ما تجي بي سياسة على الثاني وكن اظن ان رها مخدعتكش عارفة من الول بلا انا مرتبط بها وعارفة سبب ديالتي باطنة شنو كان كانت فرح في ذيك اللحظة كانت سماع لها درتم كانت بتاسم لي سماعاتو ولكن شيرين قالت واحد الجملة اللي خلاصة كانت للجم ذيك الفرحة دياله واحدة بحال هدي نصابة طبعه فلوسك وسميتك بعد ما تأخذ منك ذاك الشي اللي بغيت هاتي تخليك عبشي تقلب على واحد اخر ثاني سبع لها نفسها كريم بجمو تخلىها وخرج من المكساب دياله الى ما اجيباش مع كل لطو ديالك راس شيفور غادي وصل لك كانت شيرين واقفة بغضب على هذا الشي اللي كايدين رمع ما مصدقاش انه فضله هي على هي من الشال و المرشال ذاك الدفاع دياله عليها هذه البنت السافة الفقيرة بالنسبة لها خلاب واحدة على قبلها سمس غادي خارجة وهي هي كتشعل بالغضب بقاس فرح واقفة بلا صديقي اللجوم اللي ينشيرين الاخراء زعز عاسا هلش ديما كيت تهمها هاكم هذا التهم هذا؟ هلش بغني نحرموها من ذاك اللي كاس بغيين حس فقيرة؟ لو كانت بحالهم اش كان غايت جرأ شي واحد يتسمها التهمة ماذا تهمس هاتي؟ سمس غادي احساسونا التلفون دياله احمد فينك فرح؟ سمس حدموها احمد ما غاديش نقدر نجي علاش مالك شنو كين وش انتي ما زالة في الدار؟ قليني يا فينك وانا غنجيل عندك دازل الوقت كانت فرح واقفة قدام القاعة احمد اخيرا جيتي تقول طرح كانت تحكيني هم غاديش شي داكي نشوف فابن بهار شتشية كهدي فرح بخاجل نبقى واقفين هنا يلا ندخلوا احمد بشورد نعم ماذا تقولي؟ فرح بخاجل كان نقول لك يلا ندخلوا القاعة يلا تفضلي جيتي غزال اليوم بساف فرح بحيدة احمد وخل الله نسكت كان وقف كريم قدام الشرفة دياله كيدخن بشورد تام تغيرات حياته تماما وني جاءت فرحة دخلت لها اللي بحضك العاشق الوالهان اللي كيسمنا القرب من محبوبة دياله اللي لا تبعد عليه كان دائما كيحس بان الحب كيخليك ضعيف قدام اللي كاسبغيه وانه اسوأ حاجة ممكن تسوقع في حياتنا كيخليك تخضع ذاك الانسان اللي كاسبغيه ولكن كانش عارف انه اللي كان خضعه كيكون هاداك شي نادع من الحب ديالنا اللي ما هدل ماذا ترسي فيها فرح والتي تحاسب حلا قلبين بقش ملكي والتي كان احساس غريبة عمار يحسسون غير معك نسيا من هذا القرار يمشي عند الغرفة دياله يتكلم مع ترق الباب ما جاوباتوش حلوبة بشوية بش باي فزاهاش قاهمة كيناعش ديك ساعت سون التليفون دياله كان عمار واش بغنجيش يا صاحبي لا لا غبارك الاكرم واسبأ بالنيبان النيبانية واو ما يمكن شاي فرح كينا هنا كاريم بغضب كيفاش هنا امتاجات يولا ندخل الدبا مع احمد واخا يلا يلا قطعنا غادي نجي دابا مباشرة تصل ديك ساعات بشيرين قال لها بالله نجي عنده باش يمشوا مع بعضه فرحات كانت كتدمعت تبدأت كتقداني في الماكياج ديالها وراندك هتشوف الحب كي يغيرها قاعدة تسوعها هذه يلا كتدبك هتتغبني انا عارفة انه يريديني هذه الزبلة اللي اسميتها فرح كتتتضر بهاك وكتخليه بعد عليها ولكن هي انا هي هي بدتترندكت تضحك كي يريدك بنتعمتي واثقة من نفسك ثلاث درجة ولكن يا ريت منيد سوجو ما تنسي منتخالك شيرينو ايا خارجة من الغرفة ان شاء الله حبيبا قرب عمر من فرح صغى فرح كديرا احباد كي يشوفها مستغرب كي سعرفوا بعضكم او مر برتي باكم بطبيعات الحالي يتخدمني في شركة واحدة لشنو تسمى احمد فائلة من ذلك الحق ممكن تسمحوا الانجليز معكم احمد اكيد طبعا تصدر كانت فرح كديرا مع اصحابه كي يشوف العروسين بحب اسرا واميرا في نفس الوقت سعاداتها فرح بسكت حرم عليكم لا تقتلوها قبل مسكن من العرس ديالا اميرا واسرا شوفي موراك متسعرفي شكونك القصدو شفت فرح البصل اللي كيشوفها تصدمات من القاتل شيرين شد فدرع كريم وجين داخل متسامع لوجهة كان عمر كيشوف كيثة بعدك تصغير ديالما بحوجها وياك تحسب الاسا على حالتهم شيرين بدلع اجي حبيب يسلموا على العرسان شو عندهم وباركو لهم شو الطاولة اللي قاس على فرح نية شيرين وياك تشوف بارحك تحاول انها صغيدها لعقباليكم اللي بنات اسراء واميرا شكرا اللي خليك ولعقبالك سانتيو مع أسد كاريم شيرين ممكن احبيب نقلسه هنا كان شيرين كتشير لهذه الطاولة اللي قاس على فرح وافق كاريم مش شيرين موافقة لرغبة شيرين وكان عارف اشنه بغي ولكن كان بغي نقلس باش يستفد فرح لا أكثر وهو قرر انه يقلس باش ما تبعش عن انظار ديالو يخلها بأحمد كان شيرين كتحاول انها تستفد فرح بشتر طرق سوع بدك الدلع ديالها دك تقرب ديالها من كاريم ولكن من جهة اخرى كانت العيون كتشوف فرح بحزن كان عيون عمر لكيشوف لدك شلي كتديره شيرين كيحسب دك الحنق وضايق من تصرفاتها ندل عروسين للرقص كل واحد من اللي يكون بشو كي يرقصه شيرين بدل حبيبي وكي يرقصه على قبله سيلتا بلاي ونذكري معاه على هكا من غير الرغبة ديالو بدات نغمات الاغنية كانت سهالة كي يرقص مع شيرين ولكي كيتخيل انه فرح يلي معاه كي يشوف شيرين وكي بساسم وما فرح كتشوف يوم كتحسب الواجه في داخله احساس اللي بكيش بحاله كانت تحسبي اللي راه قريب لها قد ما هو بعيدة لها وهذا الشي اللي يخليها تسوجه وكي تتألم كتر كان عمركي يشوفها بحزن واسأل هذا الشي اللي يدير صاحبه بها فجأت وقفات هكا بصوت بدون سابق اندار هكا وقفاته وسمت غادة احمد فرح فين غادة اختي مشي ساعة الثلاث ثني ثنين وصلك حاولت انها تحبس دماغ لا لا امشي بوحدة غير خليك ليس انت شردتها وسمت غادة هكا كده سراب عاديك سعفق يعني من شروط بعد مسالات الأغنية دوك يصفق عاليه ودك يقلب عني على فرح ما كينهاش عمار كتقلب عليها مشات وصدقني سليك تضيعة من يتك وبلها ما تجي من بعد وزندم من لغتي تخسرها خلاه ومشح سهوة شيرين بحب ما يخصي بستر حبيبي انك وغفق سي تلقص معي اليوم فعلا اسعد مهار في حياتي نخرج مع عمار بصورة بشي الحق فرح وفعلا لقاها كنتمسح في دموها انوصل لك الفرح الله شكرا شكرا أستاذ عمار بقدر نوصل بوحتي الليلة وقدرش نخليك سمشي بوحدك فاطل بق سعدة ومبعد راه الليل وضني خاوية بعد الضغط منها عمار وعفقات تلفت لعنده كان مرة كيبغيك كيبغيك فرح عارفة ان خطوبته من شيرين غلطة ولكن صدقيني وفعلا كيبغيك نهدات فرح كيبغيني واضح عمار وممكن الاول كتي مجرد انسان عادية كيسعدة ولكن دابع كيبغيك فعلا ولكن المشكل انكم سجبكم كيبغيك فرح وتعود معا ناس لي كريم ما كيبغيني كيشفقالية قلت لك فلول فلول كيسلي انسان عادية ولكن دابع متأكين تبينها فعلا كيبغي صدقيني تيلي واحدة اللي غيرتين نظرة طيلة على الحب ومستي تيدك الجرحة ديال النور فرحة بدحشة نور ودك يعود لها شنو اللي وقع معا كريم هذي خمس سنين كريم فعلا كيبغيك فرحة انتقيني رتبت ديره بشيرين كان بزز منه كان مضطر يدير هكا وعادة ما غديش تقولك انه مشي غالطة ولكن انتي عارفة الوسط اللي اللي كريم عايش فيه كيش بروع لبع تصرفه سحلوه كانت غالطة كانت تسمع العمر بصد حتى وصلت وشوخلها واقفة وعادة تاني بين تراه ما بين عقلها وقلبها كانت فرحة في الغرفة ديالها كذبكي بحرقة على هاتش اللي وقع ليش ما عنداش حق انها تبقى مع الانسان اللي كذبغيه لان هزواجه منه كان غلطة ولكن هزواجه ذا ولي خلالها تتعلق به وسبغيه لو كانت عارفة ان هذ القرار كان غي يعدب به هاتطريقة كانت غير ترفض من الاول ولكن اللي وقعه وقعه فرح بناتنا كاريم ويا ريس ما يكونش بناتنا اي كلم من القدام لان ما يتسال الاتفاق دياله وكل واحد يمشي بحاله حسار مني قرار ديالي لو سمح سي صباح الاخير كان كي سمع له ووقف على الباب عارف ان ذاكش اللي كانت تديره جزء صغير والأخطاء دياله كثيرة اخطاء مني وافق على الخطبة اخطاء مني يخرج معشيري اخطاء مني لا تقرر منه ولكن خصوية صلح كل شيها تشوف اسرع وقت نهد كاريم فرح كان بغيك والله سي كان بغيك امري ما بغيت شي حد في حياتي من غيرك ورا معاك كان حاس بالطهم في الحياة وكان حاس بالسهادة مهما كانت البساطة دياله كان شوف عينيك شي حاجة اللي زوينة ذاك الحالان ذاك الحب ذاك تصدحية حسنا لو كان على حسابك انت ترك الهادية الزوينة اللي اعطاه لي الله اعرف اني جيت بالصف على كرامتك ولكن انتطقيني وانتطقيني وانتصرع كبير ما بين نفسي تخايف وانتطعف نحاول انتثبت من نفسي في كل مرة اني كان بغيش انك بالنسبة لي كان عارض قلبي كان نقول لا شوف انا ما كان بغيهاش مع انه ذاك صوت محد وكيزيت كيق وكيي علف في عقلي كان حاول نكذبه وكانقول لا تقدام ولكن سمعت صوت دي العقلي وخليت قلبي ينزف وانا كان شوفك تتبعديني وانا كان شوفك قداش كتتتوجه وكتتقلمي كانت مننا اني نقدر نعوضك كان كل لحظة جات على كرامتك فيها ووجعتك فيها وبكيتك فيها كانت مننا مسح ذاك الواجعة اللي اللي في الداخل ديالك بغيت نكون الامان والحمية والساند كل حاجة بغي يسير ما تندمعك من جديد يكون فعل الحب والخير وتضحية وانا واثق انا ما غديش تلقى ايش حياة اخرى من غير معايا انا كان كيهدر وكيسمع البكاتي انا فارح ما تبكيش عفق دموعك يقتلوني كيحسوني اني عاجز على عني نحميك جوابينا فارح كانت ما زال واقفة احد الباب ديريد على البواني كتحاول تحل ولكن كانت ترجح كتصبر رأسا كانت ما كرهاش تجديد ترمي نساف الحضن دياله وتغوز وتقول له فعلا كان بغيك عمري بغيت شي حد في حياتي ولا عمري غادي نبغي ولكن خايفة من ذاك الخدلان خايفة منها انه يعود يجرحها قس واقفة هاكك ودموهاك ينزلوا كانت بحتاجها للوقت بشي تبدأك الجرح في الداخل دياله ما غاديش نضغط عليك فارح ما غاديش نجبرك على شي حاجة وصدقيني ستقبل اي قرار ستأخذي سواء قررت يتكمل حياتك معي او رفضتي ستلقيني لي مجنبك اخ وصديق هزتي داما فق باني ديالباب وقلتت على الارض وبدأت تكاتبك وكانت تساحب وكانت تشهق من هاد الحب لهذا اللي نهكها بساة فكسر من الطاقة ديالها اول خط بقرار ديالها هو انه تصل بشيرين مش يتكلم معه مباشرا بعد مباشر المكسر في الصباح صارحة بالله ما كي يبغيه شو عمور ويبغيه وفعلا كانت اعرفه وكان حكي لها من الاول بالله هاد العلاقة هاده مجرد شهرين ويتساله بالمع بغيه شتيق بغيه شتيق بغيه شدخل الرحصة علاش بغيتها هي وانا لا علاش هي وانا لا علاش علاش هي ما هاده كاريم ما معرفتش صدقاني ما معرفتش القطة يفسي كان بغيه يمتا ويفاج وفين ما معرفتش كله كان عارفه اني كان بغيه وكان اعشقه رهي حياتي صافي بارك بارك كاريم كان كيت اسفع لحالسه ولكن ما عنده ميدي اللي يدخلت بالله هاده شيرين خليك صراحة مع نفسك انت بالنسبة لي يا اخت وصديقة انت عارف اني ما كان بغيكش وعمري ما غادي نقولها لك وخا ما عارف شنو يوقع وغادي نقولك انك كتبغيني حيث انا كاريم شدلي فقط تي كتبغي ذك الشخص ذك الايطار ذك ال مشي كتبغيني كشخص لا كتبغني مع نفسك وغادي نفسك اني اي حاجة بغيتيها كتبغي لك وكن للأسف مشي كل حاجة في الحياة كنا عادوا نفسنا وكننا اخذوها كانشي حويج ما كيتشرفش كانشي حويج مشي دياتنا وكانشي حويج كيدخلوا لحياتنا باش كي يبدلوها وكيدغيروها كتشوف فيه بقاسة كيف مالحب ديالك الفرح ياك على فكرة فرحة مراسي شافت فيه بصدمة مراسك؟ مراسي كتناوي غني علينا على الزواج ديالنا ولكن الموضوع ديات الصور والخبر اللي تنشروا واللي خلانين اجل مالي شيدة ما كتسقول هالي علش ما قلتشي من الاول علاج كان غاباء مني ما كتش عارف اني كان بغي فقر حصل على الدراجة كتش كان عاد نفسي ولكن في الاخر استقصن هالي خاسر الله يساعدكم يا كريم مشاش غدا كتشجري وردخات الباب موراها كان كريم خليناها الوقت انها انها تسدني انا هتفكر ان هذا الجرح اللي في الداخل ديالها ابرى في الوقت اللي كيجي فيه هويغي وفاكت تسماسه وطو دياله كتبشي تجري لغرفة دياله وكتسدنيها حتى انها الشريكة مقاش كجيلة باش مان يشوفوش ومع ذلك مخلي لها وقت انها تفكرها لا خطر ولكن عمر ما غدا يخليها حتى شيرين قدمت الاستيقالة دياله وغبرت من الشريكة من ذاك النهار امرا كتبشي تحاول انها تفق شيرين وتخليها متصافة يضح خطة لاشيها تخد كريم وترجع الى صفاء ولكن صدمات من قاتلها في الراه فرحها راه مراته كانت مصدومة كيف اصتح بمسنة مراته لان تخليها لان تخليها لان تحسي بالغضب وكتبشتها لن تفقشي خطة وان تقدر انها تقرر شيرين من كريم باي طريقة من الطرق وطول هذه المدة وكاريم كيف يفكر ما هو الحاجة التي يمكن أن تساعدها وتخليها ترجع لي أول حاجة فكرة تصل بمي وصولها على تفاصيل الحياة كيف تريد ومي لم يكن منها المزأخري وقالت له كل شيء وكيف أهم حاجة كنت تتمنى أن تديرها مع فارس الأحلام دائلها ودكشي اللي ذلك لا تأخر كانت تمسك من صحف دائلها كنت تقال في كتاب الله بخشوع حتى ضق كاريم الباب تلقيت وحدها صوتك زوين فرحوا بدون ما تشفي شكرا عندي لك خبر غيفرحك ما شفت شيء تسنى سيقول لها بغشتشوفي فيها على العموم الخبر وأنه إن شاء الله غدا غنبشي عمر أنا وياك وماما بدون ما تحس دات دوا كينز لون عينا بصح كريم بصح الحمد لله الحمد لله سحقت لي الأمني شفها كريم بهم فرحانة وفرح ما كنت ما فعين ياه بحل خلت دموعها كي يضرب النيابة على قرب منك يمسح لها دموعها الله يقدرني قدرنا أني نخليك سعيدة ونعودك شافت فيه بمسينان ولكن رجعت وبعدت عليه شاسم ليها وش نلاقي بديها فرح كانت ضغيك بزاف ويتك تبقى مراسي ومتولة إن شاء الله قد نكمل بقيدي العمري معك قد نخليك تفكري براحتك ولكن كانت منه أني نعرف موافقتك أول مرة جاءه إن شاء الله كانت فرح كتسمع لي وكتشوف لي في عيني مباشرة حساس مادة داك الحانة اللي في عيني ديك الندرة اللي كتشاه اللي فهماتها مزيان اللي كانت مفتقتها مدهادي قلبها كي يخفق أول مرة كتدوق تعمل الفرحة اللي تمناتها تمنات لله أني ينعم على لعبها وسجبل الله البعاء دياله ومحرماش منها هاي الفرحة ده بقى الدامر هاي السعادة أول حانة اللي كانت شوفه في عيون زوجها وحبيبها جسم لها كريم سي سامة ديالحب يلا سبحاني لأخير خرجوا خلاك كانت أول ما رتقص به الحمد لله أنت النعيم لقلبي والعذاب له فما أمرك في قلبي وما أحلاك ويا عجبي موت المحبين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب لقد دب الهوى لك في فؤادي دبيب ذم الحياة إلى عروقي خلييني فيه مع الشماء هرأيتم قتلا بك من حب قاتله قبلي لو كان قلبي معي مخسرت غيركم ولا رديت سواكم في الهوى بدلها فيا ليس هذا الحب يعجق مرسا فيعلم ما يلقى المحب من العاشرين كانت واقفة قدام الشرفة اللي كتطلع للكعبة مباشرة كريم واقف حداها عرفة فرح سافرت تقريبا معظم بلد العالم ولكن أجمل بلاصة شف سعينيها هي هنا فعلا ما قادرش نمشي حاسب حل غمشي وغير خلي نروح ديالي هنا فرح ويا كانت شوفي يريد نرجعها كريم مرة أخرى تساسم لها كريم إن شاء الله حبيبة غالي نبقوا ورجعوا ديما إن شاء الله هذه المرة غير رجعوا نحجوا أنا وياكم ماما وخمزين يلا أجيوا باش نخصم القرآن بقشنا غبقلنا غير بعد الأجزاء الله يبارك لي يا فيك ورجعوا للوطن ولكن قلوب وأحاسيس مختلفة قلوب مهزاج لهم والأحزن ديال الدنيا قلوب مستبشرة مطمئنة ورادية وأهيطة ثمانية بالحب النقاء أمر أنت با قدر نقول لك الحاجة كريم ساسم له كريم والله يكسب لنا صاحبه إن شاء الله أول موصلات ساسلة سمي كتعود لها كانت فرحان فرحان مصدقشة للحياة اللي أعيشها مي الله يحفظو لك ويخليها لك حبيبة وتحقي معاعدة كذلك التي تتمنى آمين يا ربي عارسي كريم حليم الساد كي يحاولي يدر أي شيء بشير عاديني ما قدرش نتخيل حياتي بلا بي كيفاش كانت وغا تكون عارسي يا مي ما عارفتش كيفاش غاد ينشرح لك هذا الإحساس ولكن إن شاء الله تجربه من تلقي الإنسان اللي غايي بيشارك حياتك فارس الأحلام ديالك حسنا بحل لك يحاولي يعوضني لذلك الشيء اللي وقالية ولا حسنا بحلها يعوضني حتغي يخليني ومي شهد الحمقاء كل ما كانش يبغيك وبغيك ما كانش غير ديرت شيء كامل معك هلاش شلي ما خلي ديرت شيء هاتش ملزوم به لكن تغطفالقي ما ركب مراز وقدم ناس كلها قولي يعوضوا من لها مشيطة الرجيم ومسي دك شليفات فارح معار فامي أنا كو كان عندي خدس ما كتشغل للغاية بحالك ونعود لها تفاصيل حياتي واسراري كمنات المكلمة ديالة مع صاحبتا إلا غا تخرج تلقى كاريم هكا وقفة وراها مغشي هي حسسة انه اسمار ديالة كلها مع صاحبتا مع مكتيك صدري يا حبيبة وان وغيب عامي قاتت جاندي غدا ان شاء الله إلا ما كانش غير ضيقك هاتشي شهو سمارة كاريم والله بطبيعة الحال لو دار دارك ونحقق تريد اللي بغيسي تستطيع في اي واحد بغيسي بلا ما تساعدني ومشي مشكل سيفتي لها الشوفر يجيبها ومبعد يرجع بتاسمعت له فارح ويا كانت نزلها راسا شكرا بالساف كيف الشكرا بالساف راجل كان وعليش فيما كان نظر معك تهبطينك للارض شو بيا ما كان قدرت نشوف شي واحد انا وكان نظر معها كان ما عرفت شلاش كاريم بخوص ممو ولكن انا مشي اي واحد وانا بغي كملي صدري معي تشوف فيها مباشرة وعد انا رهي نموت لاشتك تشوف في شراج الاخر من غيري فهمو لله فارح ويا ما زال كتشوف في الارض واخا احسن واجمل واخص ماسا في حياسي عاودي يقول لها مرة اخرى فارح بخاشل واخا يلا ممكن تسحيد مقتبي باش نمشي نشوف ماما امينة لا لا ما غنحيش ماما رخداد دوا ديالا والناس واخا يلا خليني مش نجيب واحد كساب المكسابة نقرح خرجت بصورة هكاد الزنبوية كترجف ولي كيلبس معلاش فائفة دوك ايضحك عليها كاريم هربي هربي ويجي واحد النار واللي غدي تجين دافئها فارح كان كاريم ما زال مكمل خطة دياله اللي غتخلي فارح لنا تتقرب انه اكثر كم تافخ مع عمر انه غيرو عرس منه اليومين وهد حالس الاسبوع ديال العسل اللي غاي سافر فيه هو وياها طب هاد الحل هادشي ما عارف عليه يا والو ولكن هادشي كان ساقط لي الخبار راندا اللي كانت عارفة بالله غي دياله العرس في المنتجه الجديد اللي 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 فتعتها وبالله ري الله رجعي من العمر وهادشي كله هزاز وصخون كتعودوا لشيرين وكتعمر لها فراسة كيفاش خوات لي هاد طريق باش دير هادشي كامل اما شيرين كانت صافي اخوة درسة منه وده مالي راندا صافي الله يساعدهم في حياسهم صافي بعدي مني راندا بخبت ممو وتخلي لها كل شي ياك والتزميتي يا بنت حال هادي بنت تصنقها ولكنت انت اه اهل الله انا غدي نحاول نرجع كل شي اللي بغيت وده بتشوفي كانت شيرين صافي كيف ما هو مقاش باغي هذا يمقاش باغي ويا انسان هوائي لكهم ها هي المال الخروج تلقى شباب جداد وصافي الله هذي كارانتا فرح فرح كانت كعيد لها كاري وين عام شنو تاسم لها مكي بخلوها تخافيش طلع سيدوك تحواج اللي اعطيت كل الغلفة ولكن دي كل العلبة الكبيرة شنو فيها محلتي هاش وليش غن حلاش حواش كيخصوك نتقلبش ليهم بدك يبتسم لها بخبز هادي كفالا هدية يعني مش هديالي انا بغيت كايت تفسحها وتشوفي وش هتعجبك ولا لا فرح بغيرها وانا مالي هديت كنت احر فيها يلا سمحلي بدك يتحك وكي يحاول انه يخفضيك التحكة دياله باش ما يتفتحش قدامه فين غادة غي اعجي باللاتي باللاتي اعجي غاب بغيس منك اخدمها فرحة اول مرة غنطلب منك طلب وعند وش كتبغي يقولوا عني يدوك دياله مزوينش فرح هيكت حسب الغيارة كيف ش بغاتو اختار يشوف لي هديالي لي جايبها لش حد اخر وش قلي وارزوينا ولا الله وش غاديبها الحبيب سوء ولا لمن ولا الشيرين وبرره من دكش عارفة بالله وقال لكي يحيط بدك الحانان ونحب دياله ونصدقاش انه جايب هديال واحد اخر كريم فين غادة اعجي اعجي شد يديها وتم غادي انت على يمزج بيب وغرفة ويالله فتحها وقول لي رأيك في الهدية فرح بقاسة ولكن شي حاجة ما تخصنيش بنتحل لها ولا زاديك ساعة تقول لك رأيها فيها كريم بدك اتنزلها وش ما تديري شي حاجة لي وجهه الله يالله انا غادي نفتحها وامري لله وانت قول لي اعجيك تمز غادة هاكم بغات تشوف حتى ذاك اللقطة فين غادة اعجي هنا بدك افتح الهدية وياك تشوف فيها حس بدك الحزن دياله بتيك الغيره دياله شنو رأيك كيجازك ديالك هتشوف فيه وزوين اسمح لي يالله تسمز غادة تسناي هاكي بغيتك تلبسيه فرح بطيق كيفاش غادي اللبسه هو ديال الخطيبتك والحبيبتك وانا مالي شغل هذا؟ هو فعلا ديال حبيبتي واللي غادي نزوج بها فرح بقاسة اللي كتحاول تخفيه الله يساعدكم ان شاء الله اسمح لي الخرج ديالك يتحك فعلا الله يساعدنا هاد الفوصن هادا فاعلا ديال حبيبتي وديال المراتي كل حاجة زويلة في حياتي هادا ديال كنسيه ديالي انا؟ ديال كنسيه كانت منها نشوف كلابسها دابا قبل ما تلبسيه رحيتل على قبل العرز ديالنا رحيتل اليوم غادي نزوجه وقال نخلي الحفله بلاش مندك صداعات وخيره البري عاجله فرح بدون ما تحس هكا تلاحظ في الحضن دياله معا ننقاه وكل هكا ترجف كريم كان بغاك مستفى كريم الله يخليك ليه يا ربي الله يخليك ليه كريم حس بيه بحل هذا كل صخرة اللي كان جات معنا صدراه لأحسا يالله كي غزا أحس وجودك في حياتي وأكثر حاجة كتسعدني حبيبه فرح ما اشتكم بقتيش بغاد اعجبك الحضن ديالي ولا شنو فرح بخاجة اللي كانت بعيدا لا تسمح لي يا ما مقدرش تتحكم فراسي ضحاك على بالا اعجبك اضحك معك حبيبه اصلا هذه هي بلاسك هنا بس ما كانش بصدقاش ها ستكلفو السلبيتك هتشوفي و الدماء كالما في عينها فعلا اجمل لحظة هي البنت من كاتش انتكلفو السلبيتك كتشوفي ولك الفرحة الكبيرة هي انها غتلبسه الملك قلبها فرحة مضاعفة كان كريم كيشوف فيها بحب يلا يا حبيبه اغمض عينك كي نعطيك الهدية الثانية لماذا انا كان خاف نغمض عينيها سوف اعطيني وريني نشوف بلا ما اغمض عينيها اغمض عينيك ونعطيك غمضة ثانية حلهم يلا حل عينيك شنو هذا هذا الشبكة ديالك كينش عروسة كتزوج بلا ما يسكن عند الشبكة دياله سمينا بصف اغزالة كريم نري ولك نبين على غالية بصف كنتق بديل التهب كامل التهب الابيض وفيه ماساتها كفر كبار كريم بحب ما كيش شي حاجة صغل عليك مهما كانت سمسيني وعفاك بلا ما اسبكي كانت كان شوفي ولكن الدموع كيتر قرقوها كافيينة ما قادرش حبسهم لا ما غني بكيش ما غني بكيش نهائيا شديد ديالة بحب يلا جين لبسك الخاسم ديالك وان شاء الله نهار العرز غني لبسه لك كلها ولكن إلا بغي سيت لبسيهم دابة ومشي مشكل وللا لنلبسه غير خواسم الدابة وبعد صافين لبسها نهار العرز لبسها ديالة وحسا هو لبس لخاسم ديالة اللي كان ملقوش اليوم لأسماء ديالة ومزرج بهم وشد الله يدوبها سبحانه ترك أجمل نعمة كرمني بالله في حياتي اللي قدر نحافظ على ديالة ديالة نقول ليك كيف ما كنت تسمينها وفعلا تقام الهارز ديالة ومفقاعة كبيرة اللي حضروا لها المشاهير رجال أعمال والناس من العائلة ونزلوا العروسين على درجات سلة مصر الكثير من العيون منهم اللي كيسمن لهم السعادة ومنهم اللي كيشون فيهم عي الحقد والغيرة ومنهم اللي كيشوفهم بحزن فعلم منهم الشيرين اللي كانت كتشوفهم بحزن ولكن كان عزاء الواحيد نفسه انه فعلا ما كانش كتبغيه فقط بغت تمتالك ويصبح لها فقط كان حب يمثي لك لا أكثر ممكن تفرح في غاية الجامعة بتاكل فصن ديالة الأبيض والحجاب ديالة الجاميل اللي كيميزها حلشي ما لك وكريم بكل الحب دياله داك العشق دياله لها كيهم سلافوا ادنها عارفة شنو شنو زابع ندابة خديثة للعرسين صلى الله وغدي نسافر عارفة شيفين غدي نمشيو غدي نمشور مدينة الرومانسية الباريس تاتي كتشوفي وعيناك يلمعو ميمي كانش مبصدقاش أن الأحلام ديالة جميعا كتتحقق كانت كتتمنى وحلامها والحلم اللي عمرها ما تخيلت أنه يتوقع أنها تزوج وتتفرية وعريسة للباريس وفعلا هو الحلم ديالة الثاني كيتحقق بعد الحلم ديالة للتهاب والعمرة وحلم ديالة أنها تكون هي والإنسان اللي بغاها قلبها واللي لا تصحيها كاملة وهباس ونفسها وكل شيء وحتى أمينة كانت هالكورسي ديالة المتحرك تشوف فيهم بحب تحقق الحلم ديالها تحقق الأمونية ديالة وشافت ولدها الوحيد مع الإنسان اللي خسار قلبه إنسانة طيبة جميلة حنونها ما كتسعرش الحقد ولا البغد إنسان اللي ممكن أنها تساعد للولدها لأنها سعداتها حساية بالوجود ديالة في حياتنا وهكذا ثلاثة القصة هذي بدأت قصة حياتنا كنت أتمنى أن تكون عجباتكم القصة أكيد ممنزلنا لكم دعم ديالكم اللايك لكي نرى فرحانة بتعليق ديالكم الزوينة اللي كتسوصلي معندكم بتعليق ديالكم الكانيمات اللي كتخليوا لي فتعليك كتفرحني وكتحفزني وكنشكوركم عليها كنتطلب منكم وحتى طلب أنكم تسبرتاجوا معي القصة تسبرتاجوا معي القناة عاونوني باش نحقق الهدف ديالي أني نوصل القناة لحد النسبة أكثر ديال المشاهدة وحاملوا معي أنكم تشوفوا الفيديوهات حتى هي القديمة في القناة وشكرا لكم على الدعم ديالكم الدائم تلقوا مع قصة أخرى إن شاء الله في أماني الله اشتركوا في القناة